بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناتنا الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس دائماً لا تحتفل أمام النادي الأهلي قبل نهاية المباراة ولا تأمن للنادي الأهلي قبل صافرة نهاية المباراة روح الفانيلا الحمراء إذا حضرت يأتي الانتصار وإذا واجهت النادي الأهلي إما أن تحترمه وإما سيعاقبك الأهلي كبير الأهلي كيان تي حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسياً ومساً والفرق فحبنا للأهلي إنه في نفسنا لو تلقى اسأل عالأهلي وأضرابه هيقول لك واسع للعق وتفايا عالأهلي إنه الأهلي ضغطوا من أول الصد الأهلي كيان ومكان بالأهلي كيان ومعارف بالأهلي في كل زمان نهدي الشياطين الحمر بالأهلي كيان ومكان بالأهلي في كل زمان نهدي الشياطين الحمر أهيل نهدي معود كمهيرو على رفعيط الناس وعلى النص اشهد يا تاريخي من الاهلي ده الاسم اللي بشعره في مصر الاهلي في دم اللي حبه عامل زي الروح بول قسم الكرة حيب اسمه اهلي لو كنا تسميها بعز في البداية طبعا بقول لحضراتكم الف الف مبروك لكل جمهوري نادي الاهلي هذا الفوز الكبير والاداء الرائع امام سموها في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي الكأس القديم زي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم مبسوطين وسعداء بهذه المكاسب ولكن لانها مباراة كبيرة بالفعل يعني مباراة حلوة مباراة فيها امور كثيرة جدا جدا نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم كل لعبة النادي الاهلي النهاردة كانوا افضل ما يكون زي ما حضراتكم شفتوا بالزبط ومباراة فيها دروس نقدر نتكلم فيها دروس كثيرة اول درس ممكن نتعلمه من الماضي النهاردة هو انك ازاي ترجع بقوة بعد ما شفنا محمود كهربا محمود كهربا راجع من ايقاف ستة اشهر فترة طويلة جدا بعيد عن المباراة ولكن بنشوفه راجع ازاي بحماس بروح الفانيلا الحمرة الهدف الثالث اللي هو جابه عمل اتنين اسست في الهدف الاول والهدف الثاني ولكن الهدف الثالث كمان اللي هو جابه لو انت ما تعرفش كهربا تحسب انه هو لعيب جديد لسه داخل مع الفرقة تحس انه هو بقاله عشرين سنة مع الفرقة وبيلعب كل مباراة فريق سموحة بالمناسبة فريق محترم ومعا مدير فني كبير زي كابت الطريق العشري لكن النهاردة كهربا بهدف واتنين اسست بيعلن عودته بكل قوة الحقيقة النهاردة كهربا قبل بس ما اتكلم عن المباراة والدروس بقية الدروس اللي مستفادة من المباراة لان الحقيقة النهاردة فيه ناس كتيرة جدا بتقول لي ان احنا عملنا مبارح يعني او لما تكلمنا عن موضوع التحكيم وعن موضوع اضاعة الوقت بالنسبة ليه ده الهدف التالت اللي حضراتكم بتشوفوه ده هدف بيدل على ان كهربا لاعب كبير جدا ان شاء الله ربنا يكرمه في الفترة اللي جاية ان شاء الله كل اموره تتحل ويقدر يعود مرة اخرى للنادي الاهلي او زي ما حضراتكم شايفين كده وجوده فقط في الملعب هو النهاردة كانت فرحة كبيرة جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي بوجود محمود عبد المنعم كهربا اللي جمهور النادي الاهلي بالمناسبة النهاردة حياه حياه وهو في ارض الملعب بعد ما حتشوف الهدف ده مرة تانية حوري حضراتكم عملتوا ايه مع محمود كهربا او جمهور النادي الاهلي النهاردة عمل ايه مع محمود كهربا لانه ناس كتيرة بتسألني هو ليه كهربا ظهر النهاردة بهذا الشكل ظهر النهاردة بهذا الشكل لانه امور كثيرة جدا ولكن اول هذه الامور الفيديو اللي حضراتكم حتشوفوه دلوقتي ده الفيديو اللي حضراتكم حتشوفوه ده جمهور الاهلي بيدي درس كبير جدا 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 لأي لاعب هو بيحبه وأي لاعب بيحب النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده بصوا جمهور النادي الاهلي عمل ايه مع كهرباء اشتركوا في القناة احلى حاجة في الدنيا احلى حاجة في الدنيا ان انت تشوف جمهور بهذا الشكل بيعمل معاك كده بني وبينكم انا لو قاعد بقالي عشر سنين في البيت ده انا بكرشي ده هنزل لعب عادي خالص لو الواحد شاف مثل هذا الجمهور الرائع احلى حاجة في الدنيا بنشوفها وانا يعني من الناس اللي شافت المئة الف اللي موجودين في استاذ القاهرة شفت المئة الف موجودين في استاذ قاهرة وبيشجعوا وشفت المئة الف ما بيشجعوش مفرق اخرى يعني فالمئة الف لما بيشجعوك بتبقى في حتة تانية والله بتبقى حاسس ان انت طاير على ارض الملعب حتى لو انت مش قادر تجري تلاقي نفسك بتديب الجري من اي حتة فالجمهور ده اللي عملوا مع كهربا هو اعتقد ان هو كان له دور كبير جدا جدا في كهربا ايضا النهاردة كل جمهور النادي الاهلي حية مروان عطية مروان عطية بيقول لي زميله وبيقول لي الكرول بتاعنا اللي موجود فيه الملعب انا ما شفتش كده مروان وخالد عبد الفتاح وكريستو محمد الضوي بيقولوا كده للكروب تاع القناة الاهلي وهم في الملعب بيقولهم انا ما شفتش جمهور كده ما شفتش حلاوة بهذا الشكل فالنهاردة اربع ثلاث صفقات جديدة ومحمود كهربا اللي اربع النهاردة كهربا وكريستو ومروان عطية وخالد عبد الفتاح اللي اربع النهاردة كانوا موجودين في الملعب بقالنا فترة طويلة ما شفناش كهربا شفناه النهاردة كريستو ما شفناهوش طبعا من ساعة ما جاء النهاردة كان اول تلت ساعة وخمسة عشرين دقيقة يلعبها نفس الكلام خلد عبد الفتاح نفس الكلام مروان عطية ولكن زي ما قلت لحضراتكم هو درس كبير جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي لما يبقى في ظهرك انسى الدنيا كلها انسى كل حاجة ولا تتذكر غير شيء واحد فقط ان انت تلعب جوه الملعب عشان الناس تحييك زي ما كانت بتحيي كهربا وكريستو ومروان عطية النهاردة وخالد عبد الفتاح الدرس التاني وده يمكن درس تاريخي المفروض ان كل المنافسين يحفظوه وده انا بقوله للهاني سليمان انا بوجه كلامي للهاني سليمان تحديدا مش لقيا حد تاني الناس بتقولي انت يعني دست على هاني سليمان مبارح ودست على الموضوع التحكيم واضاعة الوقت ومش عارف ايه فده اثر على الهاني انا مايفرقش معايا الكلام ده انا بقول اللي انا شايفه صح والحمد لله كان له اثر وده دورنا بالمناسبة ان احنا نعمل هذا الدور علشان الناس تاخد بالها ايه اللي بيحصل ما هو احنا لما بنقولش كده الهاني سليمان بيمسك الكرة 16 ثانية وما بتتحسبش فاول فانا بقول للهاني سليمان وكل اللي عايز يعمل زي الهاني سليمان ماينفعش تكيد النادي الاهلي او جمهوره ولا على السوشال ميديا ولا في الملعب ولا تحتفل غير لما الحكم يصفر الحاجات دي ما بتتعملش مع النادي الاهلي ورسالتي لهاني انت اخترت تفكر برا الملعب تفكر في السوشال ميديا تفكر تطلع ترند تفكر ان انت تاخد اللقطة وتضيع وقت ولكن النتيجة ان انت اتعاقبت ولكن اتعاقبت جوه الملعب اتعاقبت بالكورة ثلاثة صفر في اول نص ساعة والكابتن طاري غيرك لان انت هاني ما كانش مركز طبعا ما يفرقش باحية هو يركز ولا ميركز ولكن انا بقول له عيب احنا بنلعب كرة قدم الرياضة اخلاق حوري لحضرتك دلوقتي يا كابتن هاني تطبيق عملي يعني مثلا لو حضرتك فاكر اللي حصل من لعبت السفاقسي في نهاي دوري الابطال افريقيا 2006 ما عرفش الصور معاكو ولا لا حطوه هنا الصور طيب يلا ده حصل من انا الحمد لله كنت اتشرف في المباراة السفاقسي ان انا موجود في الملعب وشفت وده كان بعد ديئة تسعين وجاء عقاب النادي الاهلي لفريق السفاقسي جو الملعب على طول بهدف بوتريكا وكسبنا هذه البطولة في 2006 ايضا حميد احداد لاعب الرجاء المغربي في مباراة السوبر الافريقي كلنا فاكرين هذه المباراة والصورة موجودة ايضا على الجانب الاخر حميد احداد احتفل قبل نهاية المباراة ربنا كرمنا بهدف طاهر محمد طاهر وكسبنا براكلات الترجيح وبتقول لي اغدن القاق طب كمل الاغنية اغنية السيدة ام كلثوم من كلمات الشاعر السوداني الهادي ادم اغدن القاق يا خوف فؤادي من غادي يا خوف فؤادي من غادي ايه اللي حصل لما التقيت النادي الاهلي اللي حصل واضح والناس كلها شافته طب ليه انا بقولي الكلام ده لانه اولا ما ينفعش تعمل كده مع جمهور النادي الاهلي ولا النادي الاهلي ثانيا انا حزين الحقيقة انك نسيت موهبتك ونسيت فرقتك ونسيت ان انت هتلعب في نصف نهائي كاس مصر ونسيت ان انت هتلعب كرة اصلا بتفكر ازاي تضيع وقت او بتركز على السوشال ميديا دي حضرتك رسالة خاطئة انت بتوجهها للي بيتفرج عليك سواء كن لعب صغير ناشئ يعني بيشوفك بتعمل كده وبالتالي ممكن يعمل زيك انت 38 سنة يعني مش لعيب صغير في سموحها اكيد في لعيبة صغيرين في سموحها بيبصوا لك اتمنى ان انت تكون استوعبت الدرس لانه درس مهم جدا والكلام ده انا بنقله لكل الناس وحتى لعيبة الاهلي ولعيبة كل الاندية لعيبة الاهلي الحمد لله والشكر لله بيحترموا كل المنافسين ولكن اهدروس بنقولها دائما علشان الناس تتعلم منها والدرس التالت اللي حقوله دلوقتي مهمة اوي 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 للزملاء في الاستوديوهات التحليلية وانا هنا هتكلم بشكل عام مش لحد بعينه لاصدقائي واخواتي اللي موجودين في الاستوديوهات التحليلية خد بالك من كلامك قبل المطش خصوصا لما بتبقى تتكلم عن النادي الاهلي ماينفعش يتقال على المدير الفني للنادي الاهلي انه ماشي معاه وبيعمل حاجات مش صح لا ممكن تقول انه هو بيعمل حاجات مش صح ده انت حر طبعا ولكن طالما بتتكلم فني يعني لكن ان انت تقول ان هي ماشي معاه وماشي كده ماشي بالستر والكلام ده كله عيب طيب انا ما سمعتش الحقيقة ما بعد المباراة اللي حصل او ما بين الشوطين من حقك ان انت تعلق فنيا على قرارات المدير الفني بخصوص لعبته او كلامه لكن ماينفعش ان هي تبقى بكلام مرسل كده طيب اهو الاهلي كسب وباداء رائع وبالتشكيل اللي اختاره المدير الفني واحنا جايبين نادي الاهلي جايب المدير الفني علشان يكون هو صاحب القرار في مين يلعب ومين ما يلعبش هو لا حيتفرج عليك ولا حيشوف الستوديوهات بتاعتك لكن انت حللت ايه فني في المطش طيب بعد نهاية الشوط الاول ليه ما قلتش ان الرجل نجح طيب بعد نهاية المباراة يكون شكلك ايه قدام جمهورك والسؤال الاهم بالنسبالي شمعنا مرسل كولر اللي بتتكلم عنه ما سمعت شانا كلام عن مدربين في مدربين اجانب كتير على فكر فيه تكيز جيوناس قبل ما يمشي فيه فريرة مدير فني الزمالك وفيه تكيز قبل ما يمشي ودلوقتي موجود باتشيكو موجود دلوقتي واللي هو ما نقدرش نتكلم على ناحية تانية بنخاف ده انتو بيبقى مدرب مغلوب خمسة وتقوله ده عبقاري لانه رجع من خمسة يعني رجع من خمسة صفر ولا من خمسة واحد لخمسة تلاتة فين المنطق في الكلام ده فين التحليل الفني ولا هو انتقاد وخلاص انتقاد لكل ما هو احمر انا اتمنى ان كل الناس اللي في الاستوديوهات التحليلية تناجع نفسها شوية عشان الجمهور بالمناسبة بيعرف يقيم الجمهور بيعرف يقيم يعرف يتفرج على مين وما يتفرجش على مين مش كل الناس عندها ذاكرة السمك جمهور النادي الاهلي ما بينساش جمهور النادي الاهلي بالمناسبة لما يبقى المدرب وحش وبتنتقده وبتنتقد اداء المدرب ما فيش مشكلة الناس بتبقى عارفة ان انت بتنتقد بدون اغراض شخصية ولكن قبل المطش بتنتقد وبعد المطش ما قلتوش كلمة كويسة وما بين الشوطين ما تقالش كلمة كويسة يبقى في حاجة خلي بالكو جمهور النادي الاهلي بيعرف يقيم بشكل رائع عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن عودة محمود كهربا ونرجع نكمل كلامنا بمناسبة التارير اللي بيتعرض عن كهربا كل التساؤلات دلوقتي هل كهربا حيلعب مطش القمة ولا لن يلعب مباراة القمة السؤال جابته سهلة ومش اسلام اللي حيقولها ولكن مرسيل كولر في المؤتمر الصعفي قال انه بيشكر كهربا على المجهود والاداء اللي قدمه بعد رجوعه ولكن مرسيل كولر قال ايضا انه هو لن يستطيع ان يحدد اذا كان حيقدر يلعب مطش قوي دي مطش الزمالك بعد 48 ساعة اللي هو يوم السبت يعني ولا لأ طبعا ده على بحسب الكلمة اللي قالها كولر عند سؤاله عن مشاركة كهربا امام نادي الزمالك وبالتالي مشاركة كهربا امام نادي الزمالك تظل علامة استفهام هل سيشارك محدش عارف من الناحية الفنية كيف سيقوم او هل سيقرر مرسيل كولر ان كهربا يكون موجود في مباراة الزمالك هنشوف ايه اللي حيحصل من هنا ليوم السبت كولر نفسه قال ان هي علامة استفهام والحقيقة خليها علامة استفهام لغاية يوم السبت ويوم السبت كل حاجة هتبان الحقيقة تصريح مرسيل كولر هو تصريح واقعي ومنطقي وانا بحيئ عليه بحيئ على هذا التصريح لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح محدش عارف ان انا بعد غياب خمس ست شهور انا بقول لحضراتكم حاجة وحاجة مهمة جدا الدفعة اللي كانت عند كهربا النهاردة سببها الوقفة الكبيرة جدا جدا اللي كانت من جمهور النادي الاهلي ومن كل الناس الاهلوية اللي بيعبوا كهربا وعايزين يشوفوه في الملعب على السوشيال ميديا خلال الفترة السابقة والتلت تلاف المتفرج اللي كانوا موجودين ولا الالفين وخمسمائة متفرج اللي كانوا موجودين النهاردة الالفين وخمسمائة متفرج وجهت نظري ان الالفين وخمسمائة متفرج اللي كانوا موجودين او مشجع اهلاوي موجودين النهاردة كان لهم الدور الاكبر في المستوى اللي ظهر بكهربا حقيقة واقعية وزي ما قلت لحضراتكم انا دايما بميل لناحية الجمهور الجمهور هو اللي بيعمل كل حاجة والجمهور هو اللي بيخلينا نقدر او بيخلي اللعيب يقدر يجري فوق المية في المية للمفروض يجريها مية في المية كمان هو ده الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر فاللي انا شايفوا ان الكهربا بيعملوا ده حاجة كويسة جدا ايضا قبل بس ما سيب موضوع هذه الامور تعالي يا سامين لو سمحت يوم السبت ان شاء الله مباراة الاهلي والزمالك في الدوري العام المصري انا بقى اطالب اتحاد كرة القدم ورابطة الاندية المحترفة قبل بس النهاردة مش هنتكلم كتير عن مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله من بكرة بقى نبتدي نتكلم فيها لكن ان شاء الله يوم السبت المباراة كل اللي انا بطلبه من اتحاد الكرة ومن رابطة الاندية ومن الهيئة المسؤولة عن المنشطات ان هي تكون موجودة يوم السبت ويتم اخذ اخذ عينات للمنشطات طبعا من لعبة الاهلي ولعبة الزمالك عايزين نبدأ ناخد العينات ونبدأها من مباراة كبيرة زي مباراة الاهلي والزمالك ونبتدي ناخد عايزين تاخده من الجهاز الفني والجهاز الاداري اعتقد ان النادي الاهلي حيكون موافق على هذا الامر كمان ما فيهش مشكلة ويبقى دوري بدون منشطات دوري بدون منشطات احنا عايزين حاجة تبقى في صالح الكرة القدم المصرية مش هنلاقي مناسبة احلى من مباراة اهلي وزمالك إلا عشان نعمل كده فانا بقى طالب اتحاد كرة القدم ورابط معرفش هل ليهم ندحوة ولا ملهمش ولكن هم اللي خبطوا النادو اللي هي المؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات ونبدأ من مباراة يوم السبت اجهزة فنية واجهزة ادارية ومديرين كرة ولعبين كمان لو عايزين احنا مستعدين لكل حاجة نادي الاهلي مستعد لكل حاجة ومش هنلاقي مباراة احلى من مباراة اهلي وزمالك نبدأ فيها الموضوع ده والناس تاخد العينات عشان يتم تعميم هذا الامر على الدور كله مش هنلاقي مباراة احلى من مباراة اهلي وزمالك بصراحة يعني اكبر فريقين في مصر فاتمنى ان ده يحصل يوم السبت اللي جاي علشان بني وبينكم ونعمل الدوري ده بداية من يوم السبت دوري كرة القدم رابط الاندال محترفة خالي من المنشطات او بلا منشطات تبقى حملة للتوعية لانها مش للعبت الكرة بس بالمناسبة ولكنها لكل الرياضيين ولكن خلينا نبدأها يوم السبت ايه المشكلة فرصة شعبية كبيرة جدا ان يبقى فيه اهلي وزمالك ماتش جماهيري كبير جدا اكبر ماتش جماهيري في الموسم في مصر وفي الوطن العربي وفي كل حتة واعمل حملة للتوعية واخد حملة من اللاعبين عايزين تاخدوا من اجهزة او عينة من اللاعبين ناخد عينة من اللاعبين ونعملها اجهزة فنية واجهزة ادارية ومدرين كورة وكل الناس ونشوف وانا ابدأ هذه الحملة من يوم السبت القادم انا بس حبيت ان انا اقتراحه وبقدمه على الهوى هو للمصلحة بلدي ولمصلحة الرياضة المصرية دوري رابطة الأندية وكل حاجة ولكن دوري بدون منشطات دوري خالي من المنشطات أتمنى أن ده يحصل بداية من يوم السبت القادم الحقيقة برضه قبل ما سيب النقط دي واستقبل دفي في الفقرة الأولى أو قبل كمان ما نتكلم عن الأخبار عاوز أهنئ منتخبنا الوطني لكرة اليد بيتقلق في بطولة العالم المقامة في بولندا والسويد والنهاردة بيحقق تالت فوز على التوالي وبنتيجة كبيرة جدا 35-16 على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سعد منتخبنا للأدوار الإقصائية لهو الدور الرئيسي يعني وزي ما عودونا نتمنى يشرفونا ويوصلوا الانتصارات بعد تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول وبإذن الله نكون في المباراة النهائية لأننا يعني دايما الفترة الأخيرة دي ما بنطلعش من المربع الدهبي وده دايما اللي تعودنا عليه من منتخب اليد عشان كده يجب أن أنا أقول تحية كبيرة جدا جدا لهذا الرجل العظيم أنا بسمي دكتور حساب مصطفى رجل عظيم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمساهم الأكبر في تطوير كرة اليد المصرية والأفريقية والعربية وكرة اليد على مستوى العالم هذا الرجل يستحق كل التحية وكل التقدير لأنه من الأسماء الكبيرة اللي بتعمل علشان خطر بلده بيعمل طبعا عشان العالم كله كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن هو واجهة مشرفة للرياضة في مصر دكتور حساب مصطفى شكرا جزيلا على كل هذا المجهود اللي حضرتك بتقوم به لتطوير لعبة كرة اليد في العالم كله وفي مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي خلينا بقى نروح لأخبارنا النهاردة تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذي يجمع الأهل وبيرامدز والذي كان محددا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد وذلك بعد مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية أكد عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف العام على لجمة المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة فريق أوكلند سيتي يوم 1 فبراير بصراحة أربع مباريات على الأقل سيتم تأجيلهم نهائي كأس مصر ثم ثلاث مباريات أخرى في الدولة العام أعتقد سيتم تأجيلهم للنادي الأهلي وبالتالي الحاجات دي جات فجأة النادي الأهلي ما كان سيشارك في بطولة العالم للأندية ولكن بعد قرار الاتحاد الدولي الفيفا أن تلعب هذه البطولة في المغرب وعلى حسب لوائح البطولة إذن يكون الوداد هو مستضيف في البطولة ويكون النادي الأهلي هو ممثل القرى الإفريقية كثاني للقرى الإفريقية بعد خسرته في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي وبالتالي النادي الأهلي سيشارك أو شارك فجأة في هذه البطولة ولكن في النهاية بعض التأجيلات التي ستحصل خلال هذه الفترة نتمنها أنها لا تؤثر بشكل كبير على الدوري ولكن في نفس الوقت من فضل حضرتك أنا طلع أمس البلدي وأمس القرتي مش طلع أعمل أي حاجة تانية أنا طلع أمس البلدي وأمس القرتي أنا قاعد كلموني قالوا لي لازم تيجي تحضر ما ليش علاقة بأي حاجة أخرى فما تلعب ليش مطش كل 48 ساعة أتمنى أن ده ما يحصلش خلال الفترة القادمة وأنا أثق الحقيقة في الأستاذ عمر حسين وفي رؤيته خلال الفترة اللي جاية وفي رابطة الأندية لأنه في النهاية رابطة الأندية بتتحرك مع الجميع وفي صالح الجميع التحيات الدولي للتاريخ والإحصاء نشر اختياراته لفريق العام 2022 في القرى الأفريقية اختار من مصر محمد صلاح ومن النادي الأهل يمين مستر أسست علي معلول علي معلول أيضا كان متواجد في فريق العام 2022 للقرى الأفريقية من التحيات الدولي للتاريخ والإحصاء النهاردة لما كولر تسأل عن علي معلول طب ما تريح علي معلول قالك علي معلول ده زي الترس ما كان بتحط لها شوية زيت وتسيبها تجري فعلي معلول دايما تشبيهاته لطيفة جدا علي معلول دايما تلاقيه موجود ودايما يبقى معاك في كل المباريات صعب ان انت تشيله من الملعب مش عالف لوحب بعد علي معلول احن تشوف اكيد حن النادي الأهلي مش هيقف على حد والنادي الأهلي ببتخلصش المواهب منه لكن انت يعني كنا بنتكلم على جيل بيرتو بهذا الشكل كنا بنتكلم على سيد معوض بهذا الشكل فيه ناس بتعلم علي معلول الله يرحمه قبل بقى من اتكلم عن دول ايضا محمد عبدالوهاب الله يرحمه كان كنا بنتكلم عنه وما زلنا بنتكلم عنه وسيظل دائما في قلوبنا علي معلول برضو واحد من الناس اللي دايما كل جمهور النادي الأهلي بيحبهم ويفضل دايما متواجد في قلوبنا كلنا كأهلوية النهاردة تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة الأهلي واسموحة في الدور قبل النهائي لكأس كأس مصر كما تواجد جهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني لشباب ايضا النهاردة فاز فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي موليد 2001 على الفريق الاول لنادي الشباب الكويتي 3 واحد على ملعب كانت هذه المباراة الدية طبعا على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر الفريق الكويتي تقدم ونجح الشباب الأهلي في تعديل النتيجة ثم إلى الفوز 3 واحد حيث سجل علي عمر الهدف الأول وأضاف محمد خالد الهدف الثاني قبل أن يسجل خالد خلف الهدف الثالث جاءت المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يأخذ الفريق الكويتي في القاهرة لمدة أسبوعين حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 94-78 على صالة نادي سموحة بالأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري النادي الأهلي قدم عرضا جيدا خلال اللقاء بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة كابتن طريق خيري انتهت الفترة الأولى بتقدم سيدات السلة سلة الأهلي 31-18 وواصل الأهلي تفوقه خلال الفترة الثانية على المنافس 54-38 ثم تقلق سيدات الأهلي في الشوت الثالث ولا انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 75-56 ثم حسمت الفترة الرابعة المباراة لصالح سيدات الأهلي 94-78 طيب دي كانت أخبارنا النهاردة دي كل الأخبار اللي عندنا زي ما قلت لحضراتكم آخر حاجة بس هتكلم فيها النهاردة هنتبسط و هنفرح و وصلنا نهائي كاسموس و قدينا بشكل جيد و كهرباء رجع و شوفنا مروان عطية و شوفنا خالد عبد الفتاح و شوفنا محمد الضوي كريستو و شوفنا و اتطمننا على حمدي فتحي و اتطمننا على بقية اللاعبين بالمناسبة حمدي كويس و اتطمننا على بقية اللاعبين و اتطمننا على الجهاز الفني و تفكيره خلال ال 4-3-4 ايام القادمة قبل مباراة نادي الزمالك كل هذه الأمور انتهت صفحة و يتم غلق هذه الصفحة وصلنا لنهائي كاسموسر السنة اللي فاتت ربنا يكرمنا و نستطيع أن نفوز في البطولة في المباراة النهائية و نستطيع أن نفوز بهذا الكاس خلينا نفكر في اللي جاي يوم السبت اللي جاي عندنا مباراة مهمة مباراة صعبة دربي كرة القدم المصرية النادي الاهلي ضد نادي الزمالك اكبر نادي في افريقيا النادي الاهلي و معايا نادي الزمالك حيلعبوا ضد بعض مصر كلها و العالم العربي و القرى الافريقية معظم القرى الافريقية بينتظر هذه المباراة عشان كده كل اللاعبين النهاردة يتبسطوا و يفرحوا و كلنا كجمهور نتبسط و نفرح مع اللاعبين ولكن ابتداء من بكرة كلنا نركز في المباراة القادمة احنا معندناش غير الاربع والخميس والجمعة ويوم السبت المباراة تلات ايام وفي اليوم الرابع المباراة خلينا نقف في ظهر فريقنا نتبسط ونفرح وكل حاجة ونبارك لكهرباء ونبارك لمروان ونبارك لمحمد الضوي ونبارك لخالد عبد الفتاح ولكن نقفل ومن بكرة بتشاء الله نبتدي نركز في المباراة القادمة مباراة بثلاثة نقاط ولكن تظل دائما مباراة الاهلي والزمالك ذات طابع خاص مباراة لها حسابات خاصة محدش يقول لي اصلا الزمالك مغلوب من بيرامدز والاهلي يكسب سموحها بأداء كويس فاحنا هنكسب المباراة فيش حاجة اسمها كده صدقوني ماتش اهلي وزمالك ده دائما بيبقى ماتش مختلف بيبقى برى الباكتج كده الناس ما بتفكرش فيه غير برى الباكتج حتى اللعيبة نفسها فمحدش يقول ان احنا خلاص ونتطمن ونعمل زي ما هيحاول البعض يوهمنا خلال اليومين ثلاثة اللي جايين خلي بال حضراتكم احنا وثقين جدا في فريقنا ولكن احنا عايزين فريقنا يركز في المباراة مهما كانت نتيجة المباراة القادمة اهلي وزمالك قد تؤثر معنويا لكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط كسبت لسه الدوري طويل لقدر الله اتعدلت او خسرت لسه الدوري طويل نحترم منافسه ومهما كانت ظروفه ونركز في فريقنا نركز في اللعيبة اللي عندنا عندنا لعيبين وجهة نظري افضل لعيبة في مصر مع التدعمات اللي جاي اللي النهاردة بالمناسبة مرسيل كولر اتكلم وقال اثق تماما في ان قبل نهاية هذا الشهر حيكون عندنا مهاجم اخترنا خلاص لانه قال انا مش هجيب لعيب اللي لما يكون احسن من اللي موجودين والميزانية تكون مناسبة والنادي بتاعه يكون عايز يبيعه على فكرة مش عايز حد يزعل مني لو سمحتم ولكن خلونا نتكلم بعقل احنا النهاردة مبسوطين وكسبنين نتكلم بعقل هل هناك مهاجم قادم؟ نعم الاهلي بيفكر في مهاجم ولكن على الاقل يعني اللي لازم حيبصله النادي الاهلي يكون افضل من مجموعة المهاجمين اللي عندنا ده اولا ثانيا التفاوض ما بيبقاش سهل والله يصدقوني الموضوع بياخد وقت طويل جدا انا بتفاوض مع مهاجم الفلان الفلاني اللي بيلعب في الحتة الفلانية الموضوع بيفضل رايح جاي بنا وبينهم فترات طويلة جدا مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة صدقوني بيبقى اكتر كمان لانه النادي ده بيبقى عارف ان هو بيتكلم عن النادي الاهلي بطل افريقيا وعايز مهاجم وكذا فمش عايزين نستعجل عايزين نفضل وراء ادارتنا لكن صدقوني تأكيدات كثيرة خلال التلات اربع ايام السابقة بتقول ان في مهاجم جاي اخرها النهاردة مارسيل كولر خلوا الناس تتفاوض خلوا الناس تشوف ايه الموضوع وكلنا في ظهر ادارتنا وكلنا في ظهر ادارة الكورة خلال الفترة اللي جاية صدقوني السنة دي ربنا يكرمنا وتبقى سنة حلوة لو ربنا كرمنا قديني وصلنا نهاء الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا بالكاس كمان السنة دي والدوري ولسه البطولة الافريقية والسوبر المحلي والسوبر الافريق ان شاء الله عندنا كمية بطولات كبيرة جدا وفي الوسط طلع لنا البنبناء الحلوة اللي دايما بنستنيها كل سنة بطولة كاس العالم للاندية فخلينا دايما ننظر او نتفائل بما هو قادم صدقوني يعني انا من يومين تلاتة سمعنا تأكيدات الانبارح سمعنا تأكيدات النهاردة بنسمع من المدير الفني تأكيدات اذا خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي حيحصل كلنا دايما ونفضل في ظهر فريقنا وفي ظهر ادارتنا علشان ربنا يكرمنا خلال الفترة ديكم بتشوفوا اللي بيحصل في الاندية الاخرى ناس كتيرة بتشتم وناس كتيرة بتعملوا بالمناسبة في تحقيقات جارية دلوقتي حالاً ام مش حالاً يعني النهاردة مع رئيس الاتحاد الفرنسي فاكرين ولا مش فاكرين فاكرين رئيس الاتحاد الفرنسي اللي طلع طلع تكلم بتجاوز في حق زين الدين زيدان اسطورة كرة القدم المصرية وتكلم عنه بعدم احترام فاكرين الكلام ده لما انا اتكلمت عنه من اسبوع تقريباً جريدة لكيب الفرنسية النهاردة بتتكلم على ان هو اتحول التحقيق بسبب فضائح جنسية فاتحوا له كل حاجة بقى لكن الفكرة ان التحقيقات تمت بسرعة جداً وكل حاجة تفتحت احنا عندنا الراجل بتطلع تشتم في اساطرنا وتطلع تتكلم عنهم بهذه الكيفية وبهذا الشكل وفي الآخر فرئيس الاتحاد الفرنسي النهاردة حيخضع للتحقيقات انا بس حبيت اقول الخبر ده كده هو خبر بخصوص قضية تحرش جنسي لرئيس الاتحاد الفرنسي اللي اقيل من منصبه من اسبوع تقريباً علشان تجاوز في حق اسطورة من اساطير كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان المناسبة هو عنده 81 سنة يعني راجل عجوز عموماً خلينا نطلع أو وصلنا لفقرة النهاردة صنعة في الاهلي صنعة في الاهلي النهاردة بطل فقرتنا هيكون الكابتن الكبير كابتن محمد أسا العوة نجم النادي الاهلي السابق لكرة السلة واحد من الاساطير والاسماء الكبيرة في عالم السلة بدأ مع النادي الاهلي سنة 1984 واعتزل عام 1993 رفع علم مصر في أولمبياد لوسانجلوس 1984 وحصد بطولات عديدة مع النادي الاهلي منها تلات دوري واثنين كاس واربعة منطقة القاهرة ومع منتخب مصر كل البطولات من 76 حتى 93 وكان مساهماً فيها بقوة صنعة في الاهلي مع الكابتن محمد أسا العوة نجم النادي الأهلي السابق لكرة السلة فاصل وبعد كده هيكون فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير جداً كابتن فتحي نصير المدير فني الكبير جداً كابتن فتحي هيكلمنا فيه أمور كثيرة جداً خاصة بالنادي الأهلي ولكن بعد ما نشوف كابتن محمد أسا العوة وصنعة في الاهلي فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن فتحي نصير انا بدأت بكرة سلة مش في النادي الاهلي في النادي القاهرة الرياضي وبعد كده انتقلت النادي الاهلي بعد دورة الولمبية 84 والحمد لله كان ربنا موفقني فيها وخدت هدافة دورة الولمبية وحملت على مصر تفتتاح الدورة في الافتتاح وانتقل النادي الاهلي موسم 84 لغاية لما بطلت موسم 93 وانا في النادي الاهلي جيت عالدرجة أولى وكنت ساعتا نكابت المنتخب في مصر وكنت حابب ان انا اجي النادي وكان زمعظم زملائي كان في زملائي كتير في النادي الاهلي معايا في المنتخب وما حستش ان انا غريب دخلت في وسط الفرقة بسرعة كانت فرقة تجمع بين الشباب والخبرة واللياقة ولكن الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب أكتر من دوري وكسبنا منطقة القيارة أكتر مرة واثنين كاس مصر وده بخلاف ان احنا كنا في المنتخب مصر استطاعنا نكسب بطولة أفريقيا أكتر من مرة وصلنا لعبت اثنين أولمبيات لوس انجلوس ولعبت اثنين كاس عالم أخيرة في الأرجنتين والحمد لله أعدت في المنتخب حوالي 15 سنة منهم عشر سنين وانا في النادي الاهلي أكتر بطولة كان عزيزة عليها وعلى النادي هنا بطولة اللي احنا كسبنا الدورة العام كسبناها من الاتحاد اسكندري في اسكندريا فكانت بطولة صعبة جدا وكاننا بعاد وكانت دل بطولة الغالية جدا ومن البطولات اللي انا زعلت عليها في النادي هنا ان احنا ايام جات أحداث في البلد فكنا عاملين معسكر وكنا نلعب في الجزائر دورة وجاين من هنا هنطلع على اسكندريا عشان نلعب الدورة النهائية لكن الظروف الطوارئ اللي كانت في البلد ما قدرناش نروح والنادي خد قرار حفاظاً على اللعيبة وحفاظاً على الفريق إن ما نسافرش وكده لكن كنا مستعدين كويس جداً وتعتبر من بطولات اللي ضعت مننا مع منتخب مصر أنا عدت على 15 سنة لعبت عدد كبير جداً من دورات البحر الأبيض ومن بطولات الأفريقية ومن كاس عالم 2 وإولمبياد 2 يعني الحمد لله وجميع اللقاءات الودية وأسابيع الصداقة يعني الحمد لله يعني مثلت مصر في أكثر من خلال النادي يعني ده كله عشان أنا كنت في النادي الأهلي ولعبت مع النادي الأهلي عدد كبير من المباريات والبطولات العربية وبطولات أفريقية ولعبنا برضو حاجات صداقة وكتير والحمد لله قدرنا نسيب بصمة كويسة عند الناس وربنا قرمنا بحب الناس يعني الحمد لله وعشق النادي يعني الحمد لله في خلال الدورة الأولمبية لوس أنجلس 84 تم ترشيحي من لجنة الأولمبية المصرية بأننا نحمل عالم مصر في افتتاح الدورة في أكبر محفل دولي وكان شرف كبير كأول لاعب يعني مصري من فترة يعني والحمد لله ربنا وفقني وكانت فرقتنا في المنتقب كان كويس وزيرنا في مصر كويس والحمد لله أنا استطاعت أن ناخد هدف الدورة الأولمبية كأول لاعب عربي أو مصري أو أفريقي ومثل النادي الأهلي كساعتها في النادي الأهلي كهدف دورة أولمبية لأنا حصلت على أكتر من لقب هدف أفريقيا ودورة عربية وبحر بيض لكن بطول اللي هي المرتبطة بأزهن الناس هي الأولمبيات بصراحة وكل الناس فاكرة الموضوع الأولمبيات ده وكان شرف لي طبعاً كأول لاعب عربي وما أمثل النادي الأهلي في الموضوع جمهور النادي الأهلي أقول له متشكر على ما قدمه لي والدعم اللي دعمه لي وأنا بلعب والحمد لله غد دلوقتي لسه جمهور الاهلي مفتكرني ومفتكرني بالخير والحمد لله حتى مجلس إدارة النادي ممثل في كابتن الخطيب ومجلس إدارته اختارني ضمن لجنة انتقاء المواهب وهي لجنة زوء أهمية في النادي الأهلي وعمل شغل كويس في اختيار اللعيبة والحمد لله بنجيب لعيبة مباراً كالجنة يعني السنة دي معظم اللعيبة جت عن طريقنا أنا وكابتن طاهر وكابتن شريف بدعم من الكابتن خاري العودي كرئيس للجنة وكمدير نشاط رياضي هو المسؤول عن اللجنة ويعني أنا أتمنى كل خير للنادي وأتمنى كل خير للجمهور وإحنا أتقامر النادي في أي حاجة تطلب مننا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أراحب بدفي في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن فتحين وصير إزاي كابتن فتح إزاي كابتن فتح شرفوا منرة حضراتك أولاً سعداء جداً بوجودك معانا النهاردة بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش بقالنا فوق الشهرين تقريباً يعني الشهرين بس مروا عليك سنتين أنا بسيب حضراتك لأوقات التقيلة كده يعني؟ متشاطر التقيلة لا لا أنت حلقاتك كلها تقيلة أنا عارف بقى أن حضراتك موجود دايماً معانا فبتشرفنا دايماً الصبح بتيجي الصبح أنت تروحين اللي بتسحى بدري في الرياضيين كله لاتنسحى بدري حضرتك بس اللي بتسحى بدري أخبار حضرتك هيا كات كله كويس؟ كله تمام مبسوط النهاردة بمباراة الأهلي واسموحها؟ الحمد لله والحمد لله يعني إيه؟ يعني بدأت الشكل والأداء والروح يبان يبان مع بعض وأن الكرة لما عايزة يعني تمشي عشان تمشي عشان نقدر نجيب يعني ما دي الفرقة برضو اللي احنا تعدلنا معها وضيعت من نقطتين صحيح في الدوري وكان نفس المدرب نفس اللعيبة نفس الفرقة يعني ما كانش فيه تغيير لكن الحمد لله الحمد لله في المباراة دي قدرنا أن احنا يعني فيه سيطرة فيه أداء فيه أهداف وبرضو فيه اللعب المصري فيه؟ اللعب المصري أيوه الاسترخاء في نهاية المباراة والاسترخاء يعني أنت كده هتخطأ ويبقى فيه تهور ويبقى فيه ضرب الجزاء ويبقى فيه جول يخش فيك يعني حتقول لي الله ما احنا كسبانين ماشي وكل ده جميل بس تابو ليه ليه ما نستمرش على الأداء بتاعنا اللي احنا بنلعب به اللي بدأنا به ما احنا نفس الفرقة صحيح وما غيرش لغاية الشوط التاني ما بدأ فكنا لازم نستمر بنفس القوة عشان يعني مش كده لنا والجمهورنا والفرق المنافسة تعرف أن الأهل عائد وبقوة قبل المباراة يعني اللي بقول انها ان شاء الله بإذن الله يكون من نصيب الأهل ان يقدر يوفقوا في هذه المباراة اللي حيكون لها فاصل كبير وحكم كبير على بطولة الدوري طيب برضو خلينا برضو أسأل حضرتك تقلق اللاعبين الجدد كلهم مروان عطية أو مش تقلق يعني مشاركتهم مع الفريق مش عايزين نكبر برضو لكن مشاركتهم مع الفريق سواء مروان عطية أو خالد عبد الفتاح أو محمد الضوي وطبعا بداية المباراة مع كهربا يعني نقدر نور كهربا وخالد ومجموعة دي اللي هم لعبوا في الدوري المصري كلناس عارفاهم بس أول مرة تشوفهم مع النادل أهلي لكن أو اللابسين فانيرك النادل أهلي اللي لفت نظري واللي هتشعر بي ان لاعب له شخصيته وله أداءه وله قوة اللعيب ما بيخافش اللعيب عنده الجرأة اللي هو محمد الضوي محمد الضوي بصراحة يعني مسكتروا الكورة بياخدوا الكورة ما بيهبش بيروح للمدفعين على انه يروح ويرقص وراعى الجول هو دا اللي احنا كنا بيشم راحة الجول فين احنا عاوزين النوعية دي وهو عنده النوعية دي يعني من نزل في أول كورة مسكها ما عندهش أيوة يعني هو ما عندهش وقت انه هو يضيعه دي عايزة جرأة وعايزة ثقة وعايزة مهارة كمان ان الكورة معاك وبرجليك وبترقص وبتمشي وبتروح على المدافع مش بتلف من بعيد الكورة الأرضية عشان تروح على الجول هو بيختار كله قدامه برقص فيديد بيهلك ان اللاعب زو شخصية ولاعب يعني فعلا مكسب للناد لال طيب التشكيل اللي دفع بمارسيل كولر النهاردة يعني انا شفت بعض الاستوائيات تحليقية وبتتكلم عن التشكيل على فكرة الناس بتبعتلي تقول لي مش قلني يعني فيه قنوات كتيرة جدا وراديو مش راديو كل الناس كانت بتتكلم عن التشكيل كانت الناس كلها او معظم الكلام اللي كان بيتكلموه كانوا بيتكلموا عن ان التشكيل غير مناسب لبداية المباراة لا ما بص انا يعني مع احترامي لكل استوديوهات التحليل ايوة وكل الاراء يا جماعة فيه حاجة اسمها مدير فني ايوة ادرى بلعبته واعرف بلعبته وهو اخر مدرب او اخر واحد تعامل مع اللعبة قبل هذه المباراة في التمرين فمش ممكن احنا حنقول واحنا عاديين في المكاتب او احنا عاديين امام شاشة التلفزيون او امام المانوتر ان احنا نحلل لا اهو بدأ بدا غلط وبدأ بدا صح وده بدأ بكده دي مش شغلتنا احنا شغلتنا نقول اللعبة دي قده ايه لعبه ايه لكن شغلتي ان هو لعب ولا ملعبش وبدأ بمين ما بدأش بمين يبقى وما المدرب دوره ايه لو احنا مثلا هياخد بقى اراءنا وكل الاراء الليه موجود هو الليه بيقول الكلام ده اخر تمرين في التتش مين اللي كان بيمرانه هو اذا هو عارف امكانيات اللعبة اللي بتلعب وعارف امكانيات سموحة لان هو لسه ملعبها صحيح فاذا ان هو عارف في الوقتين وبالتالي هو اللي اختار تم هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اختياره تم مكسب ما عاوزين ايه صحيح هل قالوا الكلام ده قبل قبل المطش بعد المطش بقى فيه ناس قالت ما سمعتش كله بقى ما عاوزين ناخد قاعدة ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي الا بعد المباراة لا بس اكتم برضو وحضرتك استاذنا في هذا المجال هل من حقي طبعا ان انا كمحلل ان انا اقول وجهة نظري ان انا شايف انه ما ينفعش يبدأ بكذا او بيعمل كذا كمحلل ولكن في الاخر اقول كلمتين حتى اقول ان المدير الفني زي ما حضرتك كده دايما كنت بتفاقيم من خلال السنين اللي باتوا ايه المدير الفني هو لو مطلق الحروب اخطيره ما يرى مناسبة هو اللي شايف هو اللي عايش يا كابتن اسم اخر تمرين في التتش هل كل الناس اللي بتتكلم دي كتت موجودة لا ولا يعرفوا حاجة طب خلاص يبقى انا ما عرفش يبقى دا يعني صندوق مقفول وهو بينزل منه كتاكيد بتوع اللعيبة وهو عارف انه بيبدأ بداو يعمل بداو يعمل دا هو وبالتالي انا ما اقدرش ان انا من الاول بناء على اخذ ورقة كده لا 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 كان لازم يلاعب دا وما لعبش دا ولاعب دا هو متعرفش يعمل ايه هو كان الكلام الرئيسي عن ان الدفع بالكهرباء منذ بداية المباراة هي مغامرة 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 لكن ممكن كده ممكن تكسب صحيح وممكن تكسب كسبة المغامرة مين ما هو مين بقى هو اللي يتحمل هو اللي يتحمل صحيح يعني لو سألت قبل المباراة هل الكهرباء يبدأ ولا لا يقولك لا ما تبدأ لا فيم انا من الناس اللي كان يبدأ في ناس يقولك لا ما نبدأش استنى ما نجيب جنين ولا نجيب جول ولا كده عشان ما يتحملش لان الظروب بتاعت النادي واسموحها قبل كده والماتش دا كان فيه تعادر وماتش مكهرب فمش عايزين كهرباء مع كهرباء وماتش مكهرب بالدنيا الكهرباء فبعضها لا انا اقول لحضرتك ليه انا اقول دايما اللي جاي من فترة طويلة دي انا خدتها من منويل جوزي منويل جوزي يبقى جعان اللاعب اللي جاي من قعدة طويلة او بقاله فترة مصاب او كذا او كذا يلعبوا اول ماتش اول ماتش يقول لي حيبقى فسألته قبل كده يعني بعد ما بطلنا كرة فهنتقابل كتير انا هون فسألته قلت له هو انت ليه دايما كان اللي بيجي من اصابة طويلة تلعبوا على طول بتديله قال لي لا دا بيبقى جعان كرة وعنده جوا طاقة مكنونة مكنونة تخليه قدر يكمل تسعين ديئة بعد تسعين ديئة هياخد فترة ماتش ماتش انه حيرجع تاني اه انا بقول لك تعلمتي دي من منويل جوزي انا كلام صح يعني ان انت اي لعيب بيبقى جاي من اصابة بيبقى جاي متحمس ونفسه يلعبوا وعاوز يلعبوا وكده ويبقى عنده الروح وعنده الاداء وبعدين لما اهو ربنا وفقه فاذا انت وفيه من الله سبحانه وتعالى ولكل مكتد النصيب اما ما يعني كولر اهو عمل حاجات النهاردة برضو كويس حتة اللعيبة اللي هم بدأ يريحهم ويعني مثلا من وجهة نظر كان مثلا احمد فاتح كان ممكن يعني اقول ايه من بدر شوية كان يقدر يغيره يعني قبل ما يتخبط يعني قبل ما يتخبط في رجله احمد فاتح اه يعني احمد فاتح قبل ما يتخبط كان ممكن يغيره شوية كان ممكن بدر شوية لان من اللعيبة الاساسيين والماتش خلاص بان يعني الخريطة بانت فبس لكن البقيين كله التغييرات صح هو حضرتك قلت وجهة نظرك ولكن قلت في الاخر ايه بس بعد المباراة بس ما قدرش اقولها قبل المباراة احنا بنقول وجهات النظر بعد الماتش مخلص وبنتكلم اه نقدر نقول والله كان ممكن كان ممكن لكن ما بفرضش عليه حاجة او ان انا اقول وجهة نظر لان حمد فاتح من اللعيبة الاساسيين دلوقتي او في موجودين انت عندك مباراة قوية يوم السابت فاذا لازم احضر انا دلوقتي كده وانا بلعب المباراة دي ووصلت لثلاثة ما بقولش ما تفكرش فيها لكن لازم افكر شوية في المباراة البعديها من اللعيبة اللي انا ممكن اخاف عليها ان انا خليها ان انا واحد ولا اتنين هو ده اللي كان ممكن لكن برضو القرار هو قراره مش قرار اي حد تاني واستبدال اللعبين الجداد اللي هو ينزلهم بعد ما اطمئننا النتيجة برضو توقيت سليم وتوقيت صح عشان ما نحطهم مش تحت ضغوط ونسيب كل واحد فيهم ينطلق يتحسس لان برضو كل واحد في هذه المباراة هم التلاتة نزلوا بس كل واحد اول مرة يلبس في نية الاهلي فعليها ضغوط طبعا هو بالنسبة له فكل واحد عايز يعمل كل حق كويس فاللي عجبني يعني اللعيب اللي هو المتميز الجريء اللي له شخصية شخصية المهاجم دي كابتن اسلام مش عند اي حد يعني المهاجم غير انت مدافق وقدت شوف كنت بتقعه بتهاجم وكل حاجة لكن شخصية اللي بيجيب جون اه شخصية المهاجم اللي هو عارف انه بروح له جون وما يخافش ما يحضرش كتير ورا متى هو ما يجلوش الكرة ويجنائلها في لعيبة كده اللي هي تبقى خايفة تغلط اللعيب اللي خايف فيه غلط ده يبقى ملوش شخصية لكن فده الراجل ده ميسك الكرة خلق ما حدش قاله انت رايح فيين ده كنه بيلعب مع النادي الاهلي بقاله مثلا سنتين ثلاثة خدها وراق على الجون رايح فيين تعالى والكرة اللي بعديها وبعدين شاط اي نعم الكرة برا لكن الجرأة على التزديد برضو ميزة من الميزات اللي شفناه شفنا النهاردة كم من التزديدات كتيرة هي مفيش اتقان لكن خلاص القرار التاخد نحاول بقى نصلح يبقى فيه اتقان في التزديد اتقان في التحرك اتقان في ان انا اعرف المرمى فين واعرف هانا بشوت فين والكلام ده كله لان كمية الشوت من اللعيب النهاردة مش نهوش في ماتشات سابقة فحضرك سعيد بالشكل اللي ميشي به النادي الاهلي او الاداء اللي عملوا النادي الاهلي باستثناء طبعا الدلع المصري اقمن وقلنا لك استثناء بدلع ايه سبب كابتن فتحي من وجهة نظرك بيحصل هو يعني اقول لحضرك اللعيبة اول ما بتفرح الانسان مخه امتى ما يشتغلش في المباراة اولا مفروض اللاعب مخ يشتغل طوال تسعين دقيقة لو مخ اللاعب ما اشتغلش تركيز حالك تقصد بيقلي شوية مسلا اه يعني مخه بيشتغل على طول طالما مخه ما مخه يبقى تركيز مخه بيشتغل التسعين دقيقة يبقى ما فيش اخطاء اول ما مخك ده يبطل يبطل شوية او يهوى شوية او يسرح شوية طب تقول لي هال مخه ما يشتغلش اه امتى وقت الفرح او وقت الزعل وقت الفرح او وقت الزعل بالساعات لما انت تكون زعلان طب بس اهدى اهدى بس اهدى بس اهدى بس اهدى بيقسل وشك اه فهو ده وقت لما يجي فيك جون او تجيب جون او تجيب جون فانت كسبان فخلاص فهو ده عامل شكل كويس بدأت تفكر فيه الماتش اللي جاي اللي هو ماتش الزمالك من دلوقت انت تفكر فيه توقعت الماتش ده خلص طيب كابتن معلش عشان هنتكلم بقى محركة هارضة او كاس العالم بما اننا النادي الوحيد اللي بيلعب في كاس العالم للاندية لكن خلينا نروح لزوم مع كريج وايبل مدير عام نادي سياتل ساوندرز الامريكي والمشرف على كرة القدم كريج وايبل هو المدير العام زي ما قلت رحضا لكم لنادي سياتل الامريكي بطل الكونكاكاف وايضا هو صاحب تاريخ مع النادي كلاعب وله مسيرة طويلة حافلة بالبطولات مع الدوري الامريكي خلونا نرحب بكريج على شاشة قناة النادي الاهلي اهلا بيك وبهنيك الحقيقة على الانجاز التاريخي اللي انتوا كأول بطل امريكي يشارك في كاس العالم للاندية وبالتأكيد هو انجاز لكرة القدم الامريكية شكرا جزيلا لكم نعم انه من بالغ سروري ومن الشرف انا تواجد معكم واعتقد اننا اول فريق امريكي كما ذكرت يمثل القرى في كأس يمثل البلد في كأس العالم للاندية هذا فخر كبير لنا هذا انجاز رائع للفريق وللنادي ككل نحن نناضل لنكون في المقدمة منذ 14 عاما وبالتالي وبالطبع دعني ابارك لكم على هذا الانجاز انتم تؤدون بشكل جيد في هذه البطولة مرات عديدة فستم بالمركز الثالث فنحن نتمنى ان نكون على نهج نادي مثل الاهلي طيب هسألك مباشرة عن القرعة ورأيك فيها وانتو هتلعبوا الفائز من النادي الاهلي واوكليند سيتي نيوزلندي نعم لا يوجد شيء في تفكيري بخصوص القرعة لا يوجد اي تعقيد سلبي عن القرعة استطيع ان اقول انها كانت جيدة انها فرصة رائعة لأي نادي ان يواجه اي نادي اخر في هذه البطولة ويتبادع للخبرات هذا امر مويز جدا لنا طيب هل شاهدتم اي مباراة للنادي الاهلي او لنادي اوكليند في النسخ السابقة من كأس العالم للاندية وكيفية التحضير لهذه المباراة وكيف ترى الاهلي واوكليند من النحية الفنية انا بالفعل شاهدت العديد من المباراة في المنافسات السابقة ولكن كأس العالم هو يعد بمثابة الحلم لنا ليس فقط كالدوري العام ولكن الامر كان حلما لنا انا بالفعل كنت اشاهد كأس العالم كمشجع بشكل مباشر في كل نسخة كنت اتابع جميع المباراة ولكن الان لقد ذكرنا ودرسنا العديد من الاندية فالجودة التي يتحلى بها الفريق رائعة استطيع ان اقول ان الفائز من مباراة اوكليند والاهلي ستكون مباراة قوية ضد هذا الفريق الذي بالفعل يحظى بجودة رائعة من اللاعبين الامر جروني بالنسبة لنا سيكون الامر تحدي كبير بغض النظر عن الفائز هل تعتقد ان خبرات الاهلي او اوكليند باعتبارهم الاكثر مشاركة في مونديال الاندية ستكون بمثابة عقبة في طريق سياتل في بداية مشواره بالدور ربع النهائي لكأس العالم للاندية اعتقد ان اي منافسة كبيرة تكون صعبة على اي فريق ستكون مباراة بمثابة بطولة اعتقد ان تصعد اعتقد ان تصعد لنهائي لبطولة مثل كأس العالم للاندية ستحتاج للخبرة نستطيع ان ننظر الى منافسات الفريق المحلية وسنجد ان الامر مختلف تماما لم نواجه مثل هذه المواجهات من قبل نحتاج للخبرات ونحتاج للعبين يعرفون ما معنى هذه المنافسة ومعنى هذا النوع من المنافسات ان نستطيع ان نلعب على مستوى عالمي وليس فقط مستوى محلي اعتقد ان الامر نعم يفرق مع اي فريق منافس الامر يعتمد على ال 11 لاعبا استطيع ان اقول اننا يجب ان نحن الان في مرحلة استعداد للموسم الجديد فاعتقد اننا نأمل ان نواكب هذه الاجواء الدوري في امريكا بيبدأ في فبراير على ما اتذكر وبالتالي انتوا لسه ما بدأتوش الدوري او اول مباراة لكم هتكون في فبراير وبالتالي انتوا هتكونوا لسه ما دخلتوش جو المنافسة هل ده سيؤثر على السياتل في كاس العالم للاندية اعتقد ان فريقنا فريقنا اعتاد ان يظهر ان يظهر بشكل رائع مؤخرا الامر ليس سهلا ولكننا نعود بشكل جيد على المستوى الفردي لدينا لعبين جيدين اعتقد اننا استطعنا ان نجري الكثير من المباراة الودياء الرائعة اعتقد اننا سنكون في شكل مثالي لننافس لقد قمنا بتحضيرات لمنتصف الموسم في السابق والان نؤدي تحضيرات رائعة بالنسبة للفريق هل القرعة خدمت سياتل ولا لا بخصوص انها خلت ريال مدريد بدلا من فلمانجو البرازيلي في مشوار التأهل لنهاء المنديال في اول مشاركة لكم اظن ان هذه المنافسة لا يوجد مباراة سهلة في هذه المنافسة اعتقد اننا يجب ان نتحلى بالجرأة ويجب ان نبتعد عن اي مخاوف تكون مصاحبة لمثل هذه البطلات فهذه فرصة كبيرة ان تلعب ضد مثل اوكلند الاهلي ريال مدريد فلمانجو هذه فرصة لا تتكرر كثيرا اعتقد ان كل هؤلاء كل هؤلاء الرجال في فريقي حارسين جدا على اظهار افضل ما لديهم في هذه البطولة بمناسبة الرجال في فريقي قائمة سياتل بيها لعبين شاركوا في كأس العالم 2022 وده تأكيد على قوة الفنية اللي موجودة في فريق سياتل الى اي مدى تتوقع وصول فريقكم في هذه البطولة هل من الممكن ان تصل للمباراة النهائية هل هتخرج لو الاهلي او اوكلند سيتي كيف تفكر اعتقد اننا يجب ان ننظر الى انفسنا في النهائي نعم يجب ان نلعب لمثل هذا الهدف نعم لدينا لاعبين رائعين لعبوا في كأس العالم بالفعل لم يشاركوا كثيرا ولكن لديهم الخبرة الدولية الكبيرة ضد الكاميرون والاكوادور بالفعل لعبوا مباراة سابقة مباراة الدولية وهل هناك استعدادات خاصة لهذه البطولة من حيث موعد المعسكر بما ان اول ماتش لكم يعني حيكون بقى في الدول الامريكي في نهاية فبراير نعم نحن نعمل على قدم وساق في هذه التحضيرات ليس لدينا الآن اي حصص تدريبية سهلة بالنسبة للعبين لانني كما قلت سافرنا لأسبانيا في هذه العطلة لعبنا مباراة وديقة قوية لعبنا مبارتين صعبتين في اسبانيا كالتحضير وقبل المباراة الافتتاحية سيكون لدينا مباراة ومبارتين في الدول نحن نركز على كل بطولة شيئاً فشيئاً هتيجوا إمتى المغرب؟ وهل تتوقع أن يكون هناك جمهور أمريكي يجي معاكم من أمريكا للمغرب؟ نحن ننهي نحن ننهي استعدادنا اليوم أو غداً للسفر للمغرب ربما ليس لدينا ليس لدينا أكثر من 200 أو 300 مشجحات الآن ربما سيظهروا معنا في هذه الرحلة الأجواء رائعة هنا الجميع متحمس نتطلع للمشاركة وتفاعل الجماهير أكثر في هذه البطولة المدير الفني لفريق سياتل بريان شمايتزر حقق نجاحات واستطاع أن ينهي سيطارة الأندية المكسيكية على بطاقة التأهل للمنديال الأندية من خلال حزد ساوندرز للقب دوري أبطال كونكاكاف رأيك في هذا المدرق لقد قام بالكثير من المباراة الرائعة أعتقد أنه قد نفس على أي بطولة متاحة بالنسبة له حتى صعد لكأس العالم هو مدير فني رائع أعتقد أني أستطيع أن أقول لك بمنتهى السرعة أنه لقد فاز بثقة هؤلاء اللاعبين للفوز بأي مباراة لقد اندمج مع الفريق بشكل سريع أعتقد أنه قادر على تقديم أفضل بطولة للنادي الأمر بالنسبة لنا الآن هام جدا أن أمثل بلدنا بشكل جيد في المغرب وأن أقدم أفضل نسخة لفريقنا فستطيع أن أقول أن مدير الفني الخاص بنا سريع جدا في إظهار جودة اللاعبين وما لدى الفريق أنا أضمن لك أن يظهر بالشكل الأمثل في البطولة أخيرا هل تتوقع حدوث مفاجآت في النسخة المقبلة لمونديال الأندية ومن ترشح للفوز بهذه البطولة؟ نعم نتمنى أن يكون هناك مفاجآت الجميع يتمنى أن يكون فريقه هو الفائز بالبطولة ولكن يتوقع أن يكون الفريق الأوروبي هو الفائز بالفعل الجميع توقع ذلك نحن نعمل أن نخلق نحن المفاجآة وأن ننافس على البطولة فهذه المجموعة من اللاعبين جادة جدا في المنافسة على هذه البطولة وأي بطولة أعتقد أن لدينا الفرصة جيدة لنؤدي بشكل جيد ولكننا نتمنى أن نكون منافسين بالفعل إن شاء الله الأهلي هو اللي يعمل هذه المفاجآة أنا فأشكرك شكرا جزيلا كريج وايبل مدير العام نادي سياتل ساوندرز الأمريكي أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا والمشرف على كرة القدم في هذا النادي يعني حبينا برضو ندخل الناس لأن نتعرف إحنا الفقرة دي لازم تبقى كل يوم عندنا عندنا إحنا بس لأن كل المعلومات اللي بتتقال دي كلها معلومات جديدة بعدين حاجات برضو توضح للناس توضح للجمهور مدى إمكانية الفرق المنافسة لنا يعني أمريكا الكرة تطورت فيها تطور قوي جدا ومستواتهم عالية وبعدين موظمة اللعيبة في نفس النادي ده في منتخب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ولعبوا في آخر كسعالم فطبعا دي كلها دوافع لهم إنهم مشاركوا أول مرة مع إمكانيات مع بلد وجو المغرب المغرب جواها يعني جوا معتادل جدا لكرة الخدم في شهر فبراير عشان كده راحوا أسبانيا يعني هو كان بيقول إنهم موجودين في أسبانيا واضح إنهم بيحضروا كويس إن أسبانيا والمغرب خمسة أربعين ديئة بالزبط يعني المسافة بينهم مع بعض ما فيش يعني أنت تروح من هنا إلى هنا فهو عشان يبقى نفس الجو بتاع المغرب هو هو نفس الجو أسبانيا لا هم واضح إنهم بيفكروا كويس يا كابتن فاتحي يعني أكيد يا كابتن إسلام أسلي بقولك أمريكا يعني هي مش أمريكا بس في العلم أمريكا في السياسة أمريكا في المال أمريكا في الاقتصاد أمريكا في الرياضة بعدهم كاس العلم القادم آه كاس العلم هم يعني حاملون اللي جاي ده ورغم إنه هم هم وكردا والمكسيك يعني آه يعني بدأوا كرة القدم متأخر بدأوها بعد أولمبيات 84 خذوا الفلوس اللي كذبوها في 84 وبدأوا يصرفوا على كرة القدم قبل كده مكنش عندهم كرة القدم قبل 84 بعد 84 خذوا الفلوس اللي كذبوها من أولمبيات 84 وبدأوا يصرفوا منها على كرة القدم ويتطوروها لغاية ما وصلت المرحلة دي فطبعا يعني أمريكا هي أمريكا برضو في مجالها آه طبعا من الواضح إنه هم فريق جيد يعني إحنا بنحاول طبعا نعرف جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بس يعني لأنه بقية الجباهين يعني طبعا من حقهم من هم يتفرجوا كل حاجة ولكن هو جمهور النادي الأهلي اللي من حقه يعرف كل المعلومات الخاصة بالفرق اللي من المحتمل لو ربنا كرمنا في مباراة أوكلاند سيتي إنه نحن اللعب هو ده اللي حيقبنا آه بالزبط هذا الفريق وده المدير العام والمشرف على الكورة عندهم يعني زي كده المشرف على الكورة في الأندية عموما دي كان برضو إطلالة على كأس العالم للأندية واللي ممكن يحصل نرجع مرة تانية كابتن فاتحي لمباراة السموحة أبرز المكاسب من وجهة نظرك لمباراة للنادي الأهلي في مباراة سموحة أول مكسب إنك وصلت نهائي كأس مصر أوكي ده مكسب صحيح الرابط من بطوله نعم آه يعني خلاص يعني المكسب التاني إن الفريق بدأ يستعيد قوته الخططية قوته الجماعية أداءه الهجومي والشكل الهجومي اللي هو ممكن يكسب به أي مباراة والاتزان ما بين الدفاع والهجوم والهجوم والدفاع في المباراة بتشوف الكسافة العددية في المكان اللي فيه الكورة بدليل إن انت الكورة في الدفاع تلاقي أكتر من لعب موجود الكورة في الهجوم أكتر من لعب موجود وده اللي كان بينقصنا قبل كده كنا بنلعب في جزر منعزلة دلوقتي أصبح فيه هارموني أو فيه توافق بين كل اللاعبين اللي في الملعب كيف يستفيد الجهاز الفاني يا كابتل من الإيجابيات دي للمباراة القادمة أكيد هو يعني من حيث ما انتهى هيكمل بقى دلوقتي عنده دوافع مكسب دوافع انتصار دوافع حاجات كتيرة اللعيبة عملوها قدروا أنهم يعني أنهم يكسبوا منها المباراة يعني على سبيل مثال بنقول لما يكون فرقة بتتكتل انت بتطلع من على الأجنحة وبتعمل للكورة العرضية اتعاملت النهاردة لجوال للكورة العرضية صحيح إنك تخترق من النص وتقدر تسدد اخترقنا من النص وبدأنا أنه نسدد عشان تجيب لجوال إذن في دوافع في بعض الحاجات المكاسب الخططية والأداء المهاري لللعيبة موجود في هذه المباراة بنبني عليه ونكمل للمباراة القادمة مش مباراة بس يوم السبت المباراة القادمة على طول لأن احنا بنكمل لأن المشوار طويل لسه للنادي الأهلي سواء في الدوري أو سواء في كاس العالم أو سواء في الكاس فدي مش آخر المرحلة اللي هي مباراة سموح في ظل أو مدى تأثر النادي الأهلي بالغيابات والإصابات اللي كانت موجودة فيها هي دي بقى يعني الكلمة السر اللي عندنا ودي اللي الواحد يعني كده يعني تشفق على المدير الفني والمسؤولين عن فريق النادي الأهلي في أنك عندك كم إصابات والإقافات يعني محمد بتقول للنهاردة خلاص ماتش اللي جاي مش هلعبه لأنه موقوف حاجات كده تطلع لك منين؟ ما عرفش هل حمدي فتاة أخبار رجلو يعني بسيطة إن شاء الله ماشي يعني لكن بتقلئك حاجات تقلئ لو أعلم صحيح آه طبعا ما عندش يقولك ده إسلاب قال بسيطة آه لأ حاجات بتقلئ يعني لكن الإصابات الإصابات التانية اللي عندنا اللي هي مطورة دلوقتي يعني طهر محمد طهر أين هو بس خلاص بيقوله هيرجع يعني لسه كله وارد شوف إزاي ما عندناش قاطع أو قرار قاطع بيقول إن اللعيبة دي كده فكم الإصابات الكتيرة دي مش بقول بتهزي الفرقة بتعطل التقدم في الأداء يعني أنت كويس وبتلعب عايز بقى مجموعة لعيبة إن يطلع البديل يطلع واحد ينزل واحد تمشي الماكنة زي بقول الماكنة تطلع وماش آه تطلع بقى مش عايز بقى ترسي بقى متعطل وهنا تبقى دي متعطلة وبعدين خصوصا بيجيلك في عناصر من اللعيبة المتميزين اللي بيقدروا يعملوا الفارق في الملعب حقيقة فالإصابات دي طبعا يعني خرج عن الإراضة لكن ده قدرناه وقدر الناد الأهلي وقدر الفريق اللي بيلعب على بطولات مش بطولة واحدة صحيح انت مش بتلعب مباراة عشان تلك تكسب النهاردة ولا بش عارفة انت بتلعب هذه المباراة عشان مثلا بتلعب بطول الكاس هتخش بطول الدورة هتفكر في كاس العالم شوف انت فين شوف الدوافع بتاع الفريق والدوافع للبطولة دي والدوافع للبطولة دي كل حاجة فتجاه وكل حاجة بس هي كلها كرة القدم وكل دي ضريبة لعبت النادي الأهلي وده ضريبة الناد الأهلي صحيح هو ده انه بيشارف كل فريق طيب انت لو متشاركش بفير البطولات دي كلها ما خلاص مش هتبقى عندك اي ضغوط ولا اي حاجة هم ستبقى واحدة بتلعب بها وخلاص طيب كيف يفكر كل ركبت في مباراة الزمالك من الناحية الفنية هو فكر فيها بعد الحكم ما صفر النهاردة يعني اول ما الحكم صفر خرص المباراة بدأ يفكر في المباراة القدمة او فكر فيها اثناء المباراة في التغييرات اللي هو عملها اللعيبة اللي هو بيصلحها وبيعملها لانه بدأ يفكر في اللي جاي او ريح ده حبدأ ده حمد فتح مساء لازم ييجي والتاني يستريع كل دولة بقى يريحهم على اساس انه فكر في المباراة القدمة ازاي يحضر الناس كلها بتبقى فرحانة وتبوز بعضها وبعد الماتش لكن هو دماغه مش هنا دماغه في مباراة يوم السبت لان التوقيت كمان قريب ما فيش ده احنا اربعة تلات يام واليوم الرابعة المباراة اه واليوم الرابعة مباراة يعني يوم السبت فمباراة ريبة لكن ان شاء الله بإذن الله الدوافع اللي هي اللعيبة كذبوها والفرقة اللي هي كذبتهم والحماس اللي عند الجمهور النادي الاهلي اللي هو يستحق كل تكريم وكل احترام اصبح دلوقتي مهيئ لمباراة يوم السبت نفسيا مهيئين طيب رأيك في مستوى التحكيم كابتن فتحي انت اكلمت كتير اواء على التحكيم ودايما يعني احنا بشوفك كتير في كل الحلقات بتاعتك ومالهاش مخرج يعني احنا خلاص يعني مستوانة او مستوى التحكيم او مؤداء الحكام لا يرقى للصرف على الفرق اللي هي موجودة دلوقتي الصرف الدوري كله ما بقولش على الميت دوري صدق احلى كلمة سمعتها اليومين اللي فاتوا دولها في موضوع التحكيم ان بالفعل يا كابتن كلمة مهمة جدا مستوى الدوري المصري او مستوى الصرف حتى على الفرق الكبيرة التحكيم لازم يكون افضل من كده لازم يا كابتن فتحي معرفش ازاي انا مش راجل بتاع تحكيم هم شوف الاتحاد جاب مسؤول جاب مسؤول مش محايد يعني محايد مسؤول اجنبي والراجل بدأ يشتغل يمكن مشتغلش جامد الفترة اللي فاتت لانه كان راح كسعالم وراح هنا مكانش متفرر قوي لكن اللي انا شايفه كان فيه اجتماع مبارح مع مجلس ضرر الاتحاد ومع الربطة وكده لانه هم حاسين نفس الاحساس اللي انت بتقول بلوقتي صحيح يعني هم حاسين بهذا الاحساس انا كدوري دوري كبير ودوري له اسمه ونادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي البرامج ونادي مش عارف ايه ونادي الاسماعيلي ونادي المصري ونادي الاتحاد ونادي اسوان وفيوتشر ومبي وبقية الاندية كلها واسماء وبيصرف يعني اقل نادي يصرف مبالغ كده يعني مصروف كتير لكن الصرف الكتير ده هو ده اللي انا يعني بحزن عليه ما لازم حاجة تحافظ عليها يعني لازم تحافظ على اللعيبة دي وتحافظ على اداءهم وتحافظ على المجموين ليه لان الناس دي مصروف عليها كتير وده فلوس مش فلوس احنا جايبين لقيينها ولا اي حاجة ميزاريات اندية اه يعني فلازم ده يرقى لنفس مستوى الصرف من وجهة نظرك كيف يمكن ان يرتقي مستوى التحكيم الى ما نريد ان نصل اليه اه ما احنا دلوقتي احنا جوتنبرج ده جه اه ماكملش دلوقتي ممكن اربع شوق شهر تسعة اه منهم شهرين اللي هو شهر كس العالم شهر كس العالم شهر كس العالم وشهر التاني اه لا ربما احنا عندنا كابتن اسلام فيه خامات كتيرة اه بس اه القانون عندنا للأسف يعني اقول له حضرتك حاجة فضل قانون كورة القدم سبعتاشر مادة اه قانون كورة القدم سبعتاشر مادة فيه مادة تمنتاشر ايه هي المادة تمنتاشر اه اللي هي كيفية السبعتاشر مادة كل مصر عارفها كل ناس عارفها واجبها من القانون تقراها والحكام عارفينها هي المادة تمنتاشر دي هي اللي بتخلي الحكم ده فوق والحكم تحت يعني ايه كيفية تطبيق السبعتاشر مادة ازاي تطبقها صحيح هي دي الصعوبة بقى عندنا هي دي المشكلة يعني ايه ده دفع ده زق ده عرقل كل واحد بشوف منها بالنظر وبيعمال Uber هي دي المادة تمنتاشر اللي مش مكتوب ازاي تطبق السبعتاشر القانون كل واحد بقلت هبقل البقى فالمواهب عندنا احنا كحكام مصريين المادةة تمنتاشر عندنا اللي هي أصلا مش مكتوبة كيفية تطبيق القرنون كيفية تطبيق المواد السبعتاشر في الملعب هي اللي بيختلف العملي إزاي تطبقها ترانسفير تترجمها للملعب هي بتختلف من حكم لحكم إيه الفرق من الحكم الأجنبي اللي جاء حكم نهائي كاس العالم وحكم من حكامنا المصريين الراجل التاني بيطبق السبعتاشر مادة يعني بحياة ما بقولش بحداية التاني ما بيميلش بس هي أخطاء إمكانياتهم كده إمكانيات اللي عندنا كده إن هم بيبقوا مضغوطين بيهم يقولك مثل ده خايف من مباراة فيضطر لا أنا مش عايز أبين إن أنا بخاف من الأهل فابقى ضده أنا بخاف من فرقة تانية لا أنا مع الصواير ضد الكبير حاجات زي كده بتوقع تلعب في دماغ الحكام فدي بتقلل من إمكانياتهم لكن هم كبشر يومن مين بين قادرين إنهم يبقوا كويسين ويتطوروا نفسهم لو لو فكروا إن أول ما بينزل ما بيعرفش غير لونين اللونين مين ما عرفش أسماء فرقهم لكن أعرف اللونين أنا بلعب على اللونين لو لعبت على اللونين هبقى يبقى فيه حيادية أكتر في الملعب والتطبيق هيكون أكتر طيب أخيراً يا كابتن فاتح هاخد حضرتك لما حدث اليوم وفي ورشة عمل 3D للمدربين التابعة لاتحاد كرة القدم اللي اتعملت النهاردة حضرتها حصل إيه يا كابتن النهاردة حكي لنا برضو لأنه مهم جداً للناس تعرف إن برضو ما اتحاد كرة القدم بيشتغلوا شايفين بالناس بتعمل إيه وبيعملوا إيه دي محاضرة أمريكية أوكي ولجنة الإنمية جايبها لجميع الاتحادات مش لاتحكرة القدم بس لجميع الاتحادات لجميع الاتحادات فيما يخص إيه بقى لأنه بيخص علم النفس الرياضي علم النفس الرياضي فطبعاً علم النفسي خاص بكرة القدم وعلم النفس خاص بكرة اليد خاص بكرة كل حاجة فهو عملوا جميع الألعاب الراضية في اللجنة اللومبية باستثناء اتحاد كورتر قدم عملوا المؤتمر بتاعهم داخل الاتحاد المصري والرجل الأمريكي يجيه وشرح وقد تفسيرات لحاجات كتيرة في مجالات كورتر قدم حضارها مدرب المنتخب روي فيتوريا وميكالي وميكالي والمساعدين بتوعه وحضر مجموعة من المدربين المصريين دول ممتاز بدرجة تانية وبعض المصريون يكون موجودين حتى هو في الكلام فبيسألهم بيقولهم يعني يعاوزين نسأل هل في حكم حد منكم من اللي في القاعة بقاله 30 سنة او اكتر مدرب فكل ما رفعش فانا رفعت ايدي فقلت له يعني 30 وبتاع فهو قاعد ويتحكوا كلهم بصوا فقلت له انا دخلت الاتحاد ده القاعة اللي احنا فيها دي سنة 72 يعني من خمسين سنة او مش تلاتين فكان بيدي امثلة والحقيقة الراجل يعني عمل شرح وافي تشتغل حوالي تلات ساعات كانت المحاضرة من تسعة خلص ساعة اتناشر والاتحاد بعد يكرموا مع سيد جمال علام رئيس الاتحاد دلو دارعوا والاتحاد كرموا وكان موجود طبعا استاذ دكتور جمال محمد علي اللي هو مسؤول المدربين في الاتحاد فيعني بيثقفوا او بيدوا رؤية عن علم النفس الرياضي للمدربين ما يقولهم يطلعوا رخص يا كابتون مش هما يعني الاتحاد ملقا ايه المشكلة كانت معلقة مع عشان الاتحاد الافريقي مكنش مصرح لهم الاتحاد الافريقي دلوقتي ادهم التصريح والدق الاخضر وكده ويعني فيه طبعا كانت مشاكل هما الاتحاد الافريقي دايما بيخترح حاجات يعني مثل ايه يقولهم ان المحاضرات هي معمولة وكل حاجة بس انتم لازم تترجموا الحاجات اللي انتم عاملينها دي باللغة الانجليزية فطبعا يعني مش محترفين بالعربية فالحقيقة يعني سيد جماعة علام راح لهم هناك في الاتحاد الافريقي وقال لهم فيه اربع لغات في الكاف اللي هي الانجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية فاذا الاربع لغات رسمية طب ما خلاص يبقى لازم العربية يعترفوا بيه العربية يعترفوا بيه مش عاوزين يعترفوا باللغة العربية واخيرا اعترفوا فحتمشي ان شاء الله يعني في خلال شهر بإذن الله تأكد اجابتك؟ برخص المضاربين برخص المضاربين هتمن ان شاء الله ان هي تنتهي ونشوفها خلال الاشهر القادمة لانها الحقيقة عندنا مشكلة في هذا الامر بقالها هي مش مع الاتحادة هي بقالها من 2018 انا تذكر؟ اه اه او 2016 انا اسف كمان ايو من ستاشر يعني ان داربعة وثلاثة سبع سنين سبع سنين مفيش رخص مدربين مفيش رخص مدربين وبالتالي يعني المدربين المصريين يعني يستهلوا افضل من كده وان شاء الله دكتور جمال محمد علي اللي انا عارفه ان هو يستطيع ان هو يقدر يعمل كده خلال احنا عندنا اربعة عندهم رخصة انهم مش البرو يدرسوا للبرو اربعة في مصر امين رخصة محاضر اه محاضر البرو يعني هو يقدرون يبقى عنده برو وبالتالي هيدرس البرو اللي لازم تكون عنده صحيح يعني مكونش عندنا دكتوراه ودي دكتوراه اللي لازم تكون عندك فالاربعة دولت اللي هو فيه الكابتن شاطا اوكي وفيه كابتشاو عبدشافي والدكتور محمود سعد اوكي والرابع كابتن فتح انسير انتو الاربع بس احنا الاربع بس على مستوى مصر اه اللي احنا عندنا رخصة اه منح البرو يعني تمتحن وتدرس وتعمل حاجات دي هم اللي موجودين في مصر هريب يعني ممكن نشوفها ان شاء الله فان شاء الله بإذن الله هتنشي كلكم عموما انا انا اتمنى ان شاء الله ان الموضوع الرخص ده ينتهي لان نبقى انا فيه مشكلة كبيرة جدا سبع سنوات اه كل المدربين المصريين انا فتحت الموضوع ده من خمس تلات اربع خمس شهور اه كل المدربين كلموني الحقيقة لنفسهم ان هم يعملوا كده ان شاء الله هم فعلا معظورين يعني فعلا عشان حتى انهم يشتغلوا بها برا ويشتغلوا بنا وعلي ماهل برضو وعلي ماهل صحيح يعني حرام يعني المشكلة في هذا الامر كده فدي مشاكل برضو يعني ان شاء الله بازدلاح تتحلوا وربنا يساعد باذن الله يا رب ان شاء الله شرفتنا نورتنا وسعدها جدا بوجودك معنا ويعني ما تبعدش عننا كده مسايبينك عشان شغلك كتير اليوم من ده اليوم من ده لا يخديك كابتن اسلام شكرين جدا يا كابتن فتحي على وجودك معنا شكرا جزيلا لنجمة كبير كابتن فتحي مصير خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القصي في ضيافة البيت كبير اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني اراحى بديو في هذه الفقرة استاذنا واساد ذات النقد الرياضي استاذ عصام شلتوت زيكا استاذ عصام برحضرتك ايه منور انت المنور دايما ايضا استاذنا والاستاذ محمد القصي زيكا استاذ محمد مشرف ومنور سعدائي جدا بوجودك معنا العفو العفو الحمد لله القلوب عند بعضها والاهداف الحمد لله واحدة وضماير الجمهور المحترم لانه مزيد من الاحترام بيطفي على الاقل علينا نوع من المصداقية الحمد لله يعني طبعا خليني ابدأ مع حضرتك استاذ عصام بليلة اعتقد ان ايه ليلة سعيدة اكيد اه اكيد ايه رأيك في اللي حصر النهاردة في النهاردة عايز بس قبل من نروح للليلة السعيدة العظيمة دي كابتن فاتح قال حاجة مهمة اوي تفضل ودمها خفيف اوي ومحترفة جدا واحنا عادينا نقول استاذ محمد قال ان القانون كرة القدم 17 مادة مكتوبة وتأتي المادة 18 كيفية تتبقى 17 المادة دي المادة المينجمين اللي هي كيف تدير المباراة بال17 مش بحلق يا جدع وطيب خاطره اه يعني كان مهم ايه مش مكتوبة هو قال ان ايه مش مكتوبة ايه دي بقى اللي قيل عنها انه هو فيه مينجمين لا لا هو فيه اه بس عشان عدالة معصوبة العينين علشان تطبيق يومي اسبوعي ماتش كل يوم نفس المعيير بالزبط كده واليوم بقى الجميل ده فتح نفسنا فعلا لانه انا ما بعتبرش الاهلي فاز وصعد للنهاية بثلاثة اهداف في المرمى لا باهداف اخرى كثيرة يعني نعم كولر تمكن من فريقه فنيا يعني قدر محاولاتي الفهم بشوات الخبرة تمكن من فريقه ووصل لتجديد ثقافة اللعبين نعم واحنا اتفاقنا ان هو اوروبي خالص لم يعمل في اي مناطق اخرى يعني وبالتالي استطاع ان هو يبقى حاضر مع لعبته عند مفيش حنبوز لا وبوزه العشر دقايق زي التسعين دقيقة وإلا فلا بيقعد الكلم بمنطقة الصراحة مع لعبته اخيرا النهاردة مع الشابين الجمال ميسي واحمد نبيل كوكا وقال لهم او حطوهم على تراك مختلف زي ما عمل مع غيرهم قبل كده ودي هتبقى اه يعني اهم 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 المكاسب يا كابتل ليه خلاص كمان موف موف اللي الراجل بدأ بيها شغله وانه الكرة هي الاسرع وانه اللي معوش كرة هو اللي عنده القدرة على فتح منافذ ليه الهجمات الحمراء ومن ثم السيطرة وان انت لما تسيب الكرة بتسيبها عشان تجهد منافسك لا خلاص حطى اهدافه لانه كويس قوي انه في الشهور او الشهر الرابع بدأ الجنين بقى يتحرك ويبقى فيه روح الجنين الكرة والاوروبي الاحمر ده ومن ثم دي فوائد الحكاية كمان النهاردة لما تلاقي مدير فني اشتغل على التركة بتاعة المفاجآت الحقيقية للمدراء الفنيين كلاس ايه يعني انت راجل راجعلك زي كهرباء ايه المفاجأ انك تحطه في الاسكواد وكأنه طبعا صفقة جديدة حتى هو كان قاله مرة وقال بيرسي تاو انا باعتبركه يعني وكأننا جبنا صفقات عظمى يعني ايه الجديد يعني انه يبقى موجود فتلاحبه في الديها خمسين خمسين سبعة خمسين تسعة وخمسين حسب لكن الشيء الصادم انه منافسك حطت سيناريو فانت تروح منديل وكهرباء المفعم بانه عايز يلعب عايز يرد للجمهور ولإدارة النادي وقفتهم العظيمة دي متفجر القدرات ينتظرها في عجالة هو كان باث فيه ثقة بقى له فترة وبيقول له انت اول ما تنتهي اجراءاتك انا محتاجك جدا واقس على ذلك بقى الجبه ليبين بقى البيت بتتحرك ازاي وازاي رجح سين الشحات اللي كان في العين مش هقولك بقى اول ما جدنادي الاهلي وازاي يعني شفنا محمد هاني يعني في حتة تانية خالص وازاي كمان الراجل رح منازل كريستو ورح منازل خالد وعمل شغل فني فيه اهم شيء اللي ما كانش حد بيقفى من الراجل بيقول ايه لما قال انهيت فكرة المسألة الدفاعية بقى عنده منظومة دفاعية زي ما اقوله كده حقت سواريخ او كذا ليه اجهازا على اي ما يهدد المرمى الاحمر مكاسب عديدة بالاضافة للصعود لنهائي كأس مصر استاذ محمد يعني اللي حصل في المباراة النهاردة هو ده الاهل اللي احنا بننشده الاهل اللي احنا بننتظرينه الاهل اللي احنا بنحب نشوفه يقدملك اداء راقي اداء ممتع اداء فيه سيطرة استحواز بفعالية بايجابية بمتعب كرة القدم على مدار الشوتين يعني بدات المباراة الاخيرة انت قاعد مش الان على الاهل يعني كفاءة ان كنت قاعد بتفرج على الاهلي مش الان ما عندكش مشكلة خالص ومتوقع الاهل يجيب جون جاب جون واثنين وثلاثة متوقع ان يجيب كمان واتحت لفرصة ان هو كان ممكن يجيب اثنين وثلاثة واربعة كمان لكن الحظ عندي اللعيبة النهاردة كل ارض ضرب يعني اكتر من اصفور بحاجر واحد النتيجة الكبيرة الاداء المميز الدفع بالصفقات الجديدة شوفنا النهاردة مروان عاطية حقيقة لاعب له شخصية له اداء مميز يمكن ما حاولش يتفلسف حاول بيلعب الكرة السهلة الكرة الجميلة الكرة الحلوة بتجي له الكرة بياخد بمرة اللعب ان شاء الله سيكون ليه دور كبير جدا مع الاهلي في المستقبل شوفنا محمد الدو كريستو اللعب الشاب الجميل اللي جاي من النجم سحالي 19 سنة يعني صحيح الكرة ما جاتلوش كتير مرتين ثلاثة لكن من اول لمساته بين ان هو لعب عنده سرعات عنده مهارة عنده قرة في التحكم بالكرة حتى هو بيتحرك وبيجري الكرة القريبة منه بيقدر يعمل حاجات كويسة مع الناد الاهلي لما ينسجم اكتر شوفنا خاد عبدالفتاح صحيح يعني ما ظهرش في شكل كبيل ان نزل في دقائق اخيرة لكن خاد جو ان هو يلعب مع الناد الاهلي اول مرة فدي مهمة جدا ان بيدي لك السفقات كانت الصفقة العظم اللي هي كهرباء زي ما قال السادة الصام اللي هي المفاجأة اللي احنا وكلنا ما كناش نتوقع اول ما شوفنا كده بوم على طول ان الكهرباء نازل الملعب محنش كان توقع ده صحيح ولا حد كان حتى يتخيل ان هو ضمن القامة يمكننا حاجات الجميل اللي بيعملها كلها دلوقتي ان هو ما بيعلنش القايمة ليلة المباراة ان بيسيب الناس كلها تضرب اخماس في ازداس ومحدش عارف من اللي موجود ومن اللي مش موجود وبيجي وقت المباراة بيختار القايمة بتاعته الاساسيين والاحتاطين كنا متخيلين ان فان كعرباء بعدك لكن كعرباء كانت المفاجأة الكبيرة جدا وكان عند حسن الظن كان عند حسن ظن مستر كولر محذرش مستر كولر الحقيقة النهاردة وقدم اداء جميل واداء مميز الحقيقة مش بس ان هو بيساهم في جوان ده كمان بيجيب جون جميل جدا بتحرك جميل جدا اللي هو جون التالت الاطراب بتاعت المهاردة الاهلي اشتغل كويس جدا صلاحة ان الشحات اللي بقى لعه مميز جدا واستعادل كثير من مستوى او احمد عبدالقادر اللي بقى يعني مرعب لأي فريق بيواجه النادي الاهلي بسبب قدراته ومهاراته وقدراته على المرور من اي حد والتحرك بشكل جيد جدا مازال آليو ديانج هو ايكونة الوسط في النادي الاهلي الحقيقة لعب بيمتعك كل مباراة لعب بمستوى ثابت لا يتغير ولا يتبدأ لا بينزل عنه ولا بلعك تبيزيد وعنده جراء وعنده قدرة وعنده شخصية كبيرة جدا وعنده ثبات في المستوى على مدار عدد كبير جدا من المباريات فالاهلي النهاردة حقا مكاسب جمع مكاسب كبيرة جدا اعتقد هيبنى عليها خلال مرحلة المقبلة بشكل كبير دوري بدون منشطات ده العنوان الابرز لاقتراح يعني قدمته في الانترو ان احنا نبدأ من يوم السبت القادم ومش هنلاقي مباراة الاهلي افضل من مباراة الاهلي والزمالك ان احنا نبدأ بكشف المنشطات على كل اللاعبين لو عايزين اجهزة فرنية وادارية ما فيش مشكلة كمان فايه رأيك في هذا الامر الحقيقة ده ابراء الواجه الكرة المصرية عشان حتى لو هناك مخطئين نعرفهم ونخلص وما اجمل وما اقوى انه يكون خلال لقاء الكبيرين الكلاسكو الدربي العربي المصري الافريقي ومن ثم اعتقد انه ده يعني كان لابد ان يكون نداء بالاحمر والابيض طبعا جميل لان حضراتك اعلامي طرحته من خلال قناة النادي الاهلي لكن ده انا بعتبره ابراء غير عادي تستحقق الكرة المصرية بين الاخوة اللي بيدروها في خمسة شارع الجبلية شوز محمد بس كابتل اسلام لا يوجد دور في العالم مفوش اختبار مناشطات في كل مبارياته دي لازم تبقى قاعدة اساسية موجودة في الدورة المصري كاساسي عشان يبقى عندنا دور نظيف وبقى فيه يعني فيه تكافأ فرص يعني النادي الاهلي بيرحب اول حاجة بيقولك رحبا عايز اعم تحلي المشاط لكل العبال العالم ما عندهش اي مشكلة خالص لان انا ما بخدش منشطات وبلعب في دوريات عالمية وبلعب في دوريات قار كس عالم وبلعب في دورة الابطالة الانديية كل سنة بوصل فينل فالآهلي ما عندهش مشكلة مايمش لعب في الاهل يقدر يعمل كده يعني طبعا اكيد في الانديها كتيرة جدا ، وفيه لعبة كتيرة جدا ما تعملش كدا لكن فيه ناس بتعمل كده ودا بيصنع فورق في الملعب غير طبيعية يعني فيه ناس بلقى اللي قطم بدانية غير عادية وغير طبعية في مباريات خصوصا مباريات كبيرة زي مباريات الأهلية لذلك احنا بندعم هذه المبادرة اللي بتقدمها وبنطالب ان تكون مباراة الاهلي وزاك هي تدشين لعملية اختبارات المنشطات لكل لعاب الكرة المصرية هتمنى ان ده يحدث لان ده هيقدم لها الكرة القادة النظيفة وهيظهر لنا الوجه الحقيقي للكرة المصرية وهيخلي اللعيبة اللي المستوى اللي بتظهر به في الدورة فيه لعيبة تقف الدورة مميزة تروح مع المنتخب ما بتاخدش منشطات فيظهر مستوها متداني بالزبط لذلك المنشطات ده هيخلي كل واحد يظهر بصورة طبيعية وهيخلي كل فري يظهر في حجم الطبيعية نتمنى ان هذه المبادرة تلقى يعني استجابة وانا شايف ان ده اتحاد الكرة هو اللي يتبنى هذا ويتمسك بهذا وهذا 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 والرابطة هي من تتبنى هذا وتسعى اليه عشان يكون دوري خالص من المنشطات ويكون دوري فيه تكافى فرص بين كل الفرق واعتقد ان انت لو خدت مبلغ من كل مبلغ قليل يعني اولفات الجنيهات يعني مبلغ بسيط معرفش كام لكن لو خدته اعتقد ان ده قد يكون نواة جديدة للاختبار نفسه لانه معرفش ثمن الاختبار بيبقى بكام ثمن بيقولوا بتلاتة ونص السبعة لكن هو اي ثمن ثلاثة ونص السبعة ثلاثة جنيه اه اي ثمن هو بخس جنب سمعة الكرة المصرية اللي دلوقتي قريا ودوليا وانا بقول لحضرتك اما واي فريق منتخبات اندية هتروح حتى هتلاقي العين عليها هتلاقينا مرسودين بشكل لا تقبلوا ابدا للكرة المصرية مش هيبقى الاختبار اللي قال استاذ قوسي علي اللي هو الاختبار المعتاد على اي فرق متنفسة يعني لقى هتلاقي الناس بتقولك ورونا دول خلي بالكم الدول ليه المشهد اللي انت عايز تود الكرة المصرية ليه اما ان تبرق بقى ساحتك بنفسك حتى لو اجلينا من جسم الكرة المصرية بعض المخطئين وما لو اسيد بتحصل في احسن العائلات الكروية في العالم يعني فعليهم انهم يتبنوا ده بجرأة وبشجاعة مين خمسة شرية جبلية والسادة في الرابطة الحقيقة اه تمام بجانب ده كابتل الاسلام والسلام الشفافية في التعاون مع هذا الملف لان ممكن تتعاون مع هذا الملف بدون شفافية يعني نخرج منه يعني نبعد عنه اي تدخلات يبقى فيه شفافية كبيرة جدا شفافية لقم واحد في اخذ العينات من اللعيبة وان تنسب للعيبة بشكل حقيقي لا دي اعتقد انه ما فيهاش كلام الحاجة التانية شفافية في اعلان النتائج ان من يشبت عنه يعلن وبالاسماء والناس كلها تعرف ده المهم وده بيحترفه كل العالم لان المفروض العينات بتطلع من هنا وبتروح للمنظمات العالمية فلازم يكون دوري يعني حسن السمعة ولا يتسايع السمعة وده ايضا اخر لدكتور حازم خميس رئيس الهيئة القومية للمنشطات يعني اتمنى ان يكون له دور في هذا الامر هو صعب الدور الاساسي لا لا هو مش صعب الدور الاساسي اعتقد ان الاتعاد المصري والربطة لا بتكلفة عالمية لازم يخطبه منه مش هتلعبه من جرمان يجي صح يا استاذ طب ده لازم يحصل من النهاردة من بكرة بقى عشان يلحق مباراة اهل وزمالك المنظمة المصرية اللي مكافحة المنشطات من حقها اتبطيش على اي رياضة مطر اي حد بيمارس رياضة رسمية في مطر لا يحتاج اذن من اتحاد الكرة لكن على اتحاد الكرة ان يسعى لهذا وعلى الربط ان تسعى لهذا وتطالب بهذا لا يعني احنا مثلا ليه انا بقول نبدأ بمباراة الالي وزمالك لان المباراة الاكبر والمباراة الاهم والاكثر شعبية وكذا 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 وبنهاية ففي الاخر هتلاقي رد الفعل ابتدى يروح للناس كلها ربط الساعات الوحيدة المعزول فيها اللاعبين عن فكرة مراقبة المنشطات هي ساعات خمسة او ست بعد منتصف الليل الخمسة صباحا على ان يكون مكانهم معلوم يعني مش هنا ما اعرفش انت فين انا عارف انت فين من اتناشر بالليل لخمسة الصبح ده الوقت الذي لن اداهمك وما بيحرجوش اما يقوله اداهم فاش حاجة يعني لان ما فاش حاجة لان عندك ممنوعات يا اخي وبالتالي عايز الممنوعات يا سيني سي بالحقل ده كله قاعد بقى يتصرف في شخصه لكن لا يفسد سلعة عظيمة لا يفسد منتج هو صناعة امن قومي وصناعة بهجة ويحمل اسم دول كبرى مصر منها الحقيقة اذا قبل بس مقفل هذا الامر انا كل يوم على رأي الاستاذ محمد والاستاذ عصام يوميا من النهاردة هنبتدي نحنا او ابتدينا بالفعل ان احنا نتكلم في هذه المبادرة نحنا تبدأ من يوم السبت نشوف يوم السبت ايه اللي هيحصل مش هنلاقي مباراة افضل من كده اهلي وزمالك وانا بقوله نبدأ بالعيبة الاهلي الاول ونبدأ بالجهاز الفني للاهلي الاول ونبدأ بالجهاز الاداري للنادي الاهلي الاول معلش كله يعني اللي عايز كله ماشي فيش مشكلة يعني انا قصلي ان انا اقول ايه النادي الاهلي فاتح ضراعه لهذا الامر اعتقد يعني انا طبعا انا مش مسؤول لكن انا بتكلم ان يجب ان يكون هناك اه الناس تعرف ايه اللي بيحصل زي ما حريب تقول ومن يريد ان رزيفة فاتح فاتح بابوابه لانه في الاخر المنتج ده بيتأثر جدا وبعدين المشكلة انه بقى فيه اعترافات يا جماعة غير اعترافات يعني رئيس نادي فيها اعترافات تاني اللي نجوم عن الشيء اللي بتحط تحت كميد واعتقد اقل حاجة فيما يخص هذا الامر وعارف انه لعيبة وبيمرروا البعض وبعض المدربين عارفين انا شخصيا انا انا ما كانش فيه كلام ده خط انا شخصيا كتير جدا يا كبتن وفيه كتير جدا في الدور الممتاز في الدور الممتاز انا معدرش اقول اسماء علشان ما مملكش الدليل لكن اعرف معلومات ان فيه مدربين بيدوا لعبات من منشطات في مباريات وده في معظم في عدد كبير جدا من مباريات لا ده موجود انا ما اعرفش العيب عنيش فكرة اه لا موجودة كبت فلما هيتعامل التحاليل دي كله هيلزم الحذر وكله هيخاف لان في عدد انت هتوقف لعيبة سنين طويلة وحيأثر على نتائج فكله هيلتزم وينضبر مرة اخرى نداء للدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية المكافحة المنشطات من فضل حضرتك يا فندم لو لك دور في هذا الامر من فضلك حاول ان يكون لك دور كبير خلال الفترة القادمة وزي ما قلت نبدأ بمباراة الاهل وزي ما لك مش هنلاقي مناسبة افضل من كده في هذا الامر على الجانب الاخر عايز ااخد حضرتكم لموضوع اخر وهو هل كولر مستباح في الستوديوهات التحليلية في التلفزيونات هل يتم التعامل معاه بنفس الكيفية اللي بيتعامل بها البعض مع مدربين اجانب اخرين لا الاجابة نعم مستباح بس مستباح لان النادي الاهلي ما هواش فاضي بقى يشوف مين قال ايه يعني بقى الطبيخ بايت يعني اه انما انت اعمل تقول لقد فعلها لقد لم يفعلها فازة 3-0 ولكن فازة 2-1 بينما اه اهم فيه ايه يعني طب قولولنا بس الجمل المفيدة يعني قولولنا ايه بالظبط من قبل المباراة بيتم التشكيك فيه قولولنا ايه القيمة المضافة اللي بتقولوها لا اعتقد انه ممكن يتعاملوا مع بعض الاجانب ميشانون كل الاجانب الاخرين كيفما يتعاملوا مع كولر يبدو ان داخل فيها حسابات من ناحية ومن ناحية تانية برضو فكرة المشاهدة وانت تحدث عن اي شيء عن النادي الاهلي انت تجلب المشاهدة عشان كده وما حدش يزعل بعض البرامج بانطالب الاهلوية يا سيدي ما ترحلوش بصراحة شديدة لا كيف عنه هو مستفيد بوجودك ولايك وشيره ودعوة للغير والكلام ده لا يا عم لا ما تزودوش ومش اول كلمة حلوة تروح حضنه وبايزه لا الحكاية بصة كابتن هتفضل كده بصراحة شديدة طالما الاهل يعمل والاخرين عايزين يخلوا العمل ربع يوم هيفضل الاهلي المنافسة القائمة زي ما قلنا وأكده الكابتن الخطيب يا اخي اشتغل عشان تنفسني مش عشان تعقني لكن انت مش هتقدر تشتغل لان كل وقت عنده مية حاجة بيعملها ان هذه الاهلي بيشتغلوا في المنتج بتاعهم بس فعشان كده طول الوقت لازم تسخف كل ما يفعلوه الفوز معناها شراء مش عارف ايه يا اخي في نفس الوقت الكاف والفيفا واللجنة الدولية كل دول مع الاهلي تخيل على مدار سبعين ثمانين سنة مش هقولك عمره كل كل دول مع الاهلي ولا مرة حد زبط حاجة يعني منه وإيه اللي مسكته مع الاهلي كل ده تخيل بتوصل ايه؟ مع ذكر اسم النادي الاهلي هو ما يقدمه من عمل مؤسسي صعب طبعا بس لكن انا مع انه النادي الاهلي لا يوغير ده اهتمام النادي الاهلي الرسم كمسؤولين لا يوغير ده اهتمام ولا يسأل ولا شمعنا ولا اي هاجة لكن في حالة من الزعل من الجمهور اللي هيقولك يعني شمعنا كله هوا المشكلة يا كابتنت ان الكثير من الاشترا grande تحليلية بتتعمل لا بس انا آسف جدا من حقك ان انت تنتقد اداء المدرب اه طبعا من عامل. أنا أنت كلب في هذا العامل ولكن آه. إن الكثير من السلوات التحليم تتعامل بالقطعة. بل الكثير منها تتعامل تبقى للنتيجة. بغض النظر عن الأداء وبغض النظر عن اللي بيتنفذ على مداره على مستوى مباراة كتيرة جداً أو على العدد كبير جداً من الأسهبية. ما ينفعش إن أنا كل مباراة أقيم المدرب. المدرب النهاردة ده وحش جداً. المدرب النهاردة لا حلو جداً. فده ده مش مش أسلوب تقييم ولا أسلوب تحليل. فأنت بتعامل بالقطعة. لكن أنت بشكل عام بص على المدرب بشكل عام. بص عليه مثلاً في الـ 14-15 مباراة اللي عملهم عمل فيهم شكل إيه؟ أدى فيهم إيه؟ هل بصمة؟ هل مالوش بصمة؟ وتقدر تقيم بناءً على ده. لكن ما تصدريش حكم على كل مباراة أشوف على مدرب. وده بينطبق يعني على عدد كبير جداً من مدربين يا كابتن في الدور. يعني في ناسا ما بيكساموا مباراة بيطلعوا على المدرب في السامة. لما بيخسر أو يتعادل بيتم التعطاق فيه وأنه مدرب فاشل ومعارفش وأنه اللي حصل ده بالصدفة. فأتمنى أننا نكون عندنا رؤية طويلة الآجل أو طويلة المدى في التعامل مع المدربين. بقيمه بشكل عام على عدد كبير جداً من مباريات وليست على مباراة واحدة. ممكن في مباراة ما كنتش موفق فيها. يعني 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 أداء الأهلي قدام سموحة النهاردة. وآداءه يوم 25 ديسمبر في الدولة. هل الأهلي يتغير في الأداء؟ الأهلي أدى نفس الأداء. لكن الحظ ما ساعدهش إن هو يسجل الأداء في المباراة السابق. الفريق أدى بشكل كويس جداً ووصل للجوم بشكل كبير جداً ولم يكن موفقاً. النهاردة برضو أدى بشكل قوي وعمل أداء قوي ووفق في إحراج ثلاث أداء فكما ممكن يجيب أكتر. فمحدش يجي بعد كل مباراة يقيم بحسب النتيجة أو حسب بتاع فأتمنى أن ده يكون يكون فيه أساسيات للتحليل. نعم. تكون فيه رؤية للتحليل. مش كل واحد بحلل حسب مزاجها وحسب انتماء وحسب هوا. مش هيحصل لأنه في الآخر أنت الأكثر قدرة على جذب المشاهدة وعلى جذب دي شغولتنا وانت راجل صناعي على جذب المشاهدة. الحل الوحيد أن الجمهور الأهلاوي يعرف أن الإعلان هو عصب الإعلام. وأن عدم وجود إعلام بالنون هو عصب الإعلام بالميم. أنا يا راجل حط وراه مشروب عربية فيسبا أي عاجة. أنا أقول للمعلن ده أنا أهمي طول ما أنت بنجيب الناس اللي بتسفق أحلامنا. احنا بس مش فيه زي ما الكابتن إسلام قال وحضرتك أكد. أنا مش هتعامل معاك. تخيل بقى توصل ليه. مش أنت كل شوية تخش عشان تتغاز. طب هو ايه يعني. ما هو الأمر كان عاملنا من زمان. طبقى فكرة الانتشار حتى لو بالشيتيمة ينتشار. صحيح. بالنسبة اللي عايز يكسب يعني انتشار. وبالتالي لا الجمهور على إن هو يكون إيجابي. قل للمعلم. أنا مش هتعامل مع منتجاتك شكرا. يا إما حقالي عدالة. أنا مش بقى أقول لك أنا جاية عشان أضايقك. لازم أفكار جديدة جماهيرية جماعة. ما الجمهور هو أصلا اللي يقدر ويبقى عنده القدرة على الحماية. وخاصة ما يبقى الجمهور النادي الأهلي اللي عنده سلوجن أنه بعد ربنا سبحانه وتعالى. جمهوره ده حماية. صحيح. صحيح. عموما يعني برضو دي تلات أربع حاجات كده حبيت إن أنا أتكلم فيها مع حضراتكم. ده كلام مهلا. بجانب الاستوديوات التحليلية اللي هم كل اللي بتقدير والاحترام. أنا بكارب استوديوات التحليلية. يعني فيه ممكن تلفزيون. ممكن برامج بالليل. ممكن راديو. ممكن كل حاجة. فيه بقى الحاجة تانية اللي دهرت اللي هي استوديوهات التحليلية أو التحليل الساخر. اللي بيعتمد على السخرية من المدربين ومن اللعبين والتقليل من قدرهم والإنقاذ من من قدرهم. علشان يعمل الترند ويعمل سوشال ميديا. أعتقد أنت تفهمون ما أقصد بهذا. إن الناس بانت كل وجودها في الفضائيات. على أنها بتسخر من هذا المدرب وتسخر من هذا اللعب. بغض النظر عن أي حاجة. ويطلعوا بجمع غريبة جدا ما أنزل لها بها من سلطان. لمجرد أن هم يلفتوا بها النظر. وبقى دي مهنة بتأكل عيش. إن أي حد عايز يتسمع ويتشاف أو عايز يوصل للناس أو الناس تتكلم عليه وتشار عليه. إن يخش يا كابتن تنام. في الناحية في الاتجاه المعاكس. اتجاه المعاكس خالص. بجمل وكلمات وألفاظ ما أنزل لها بها من سلطان تحت مرأة ومسمع الجهات الرقبية والمجلس على الإعلام. أتمنى أن يتم تنزيف الإعلام المصري من هذه النوعيات. يكون فيه إعلام محترم. إعلام قيم. إعلام يكون فيه أساسيات للنقب. دون تجريح. دون أهانات. يا ما كنش الأمر متروب كده على وهنا أي حد يطلع يتكلم يوصل للتقليل من الشخصية والتقليل من قدرها والكلام. كلمات طبعا فيه كلمات غريبة جدا. يعني الواحد بيتدقي وبيسمعها. حتى التسميات وتلاقيهم بقى وتحت الاستضافة أوسي. يعني تلاقي برامج يفترض إنها في محطات سواء تيفي أو راديو كبيرة تستضيفهم لمجرد الأسماء اللي أنت قلتها. والتخريب ده أنا بسميه تخريب بصراحة. تخريب ولا يليق بإعلام مصر. طيب برضو خلينا ننتقل إلى الصفقات الشتوية أستاذ عصام وخريطة الناد الألي في الصفقات الشتوية حتى الآن كيف أتراه. والله يشوف لازالت صفقة السفاح الأجنبي لاتيني كان أم أفريقي تسيطر على الأزهان الناس. ولكن رجل اتكلم. وأنا رجل صريحة هو بقول لحضرتك أنا مع الناس. ليه؟ كلنا مع الناس. لا يا كبت أنا مش قصدي إن غيري مش مع الناس. الناس حاسة إنه النادي الألي الإدارة. وكمان ليهم حق لأنه النادي الألي برضو مش مطلوب منه كإدارة محترفة إنه كل يوم يصرح تصريحات في سكة الشغل اللي بيشتغل. فمعليش برضو أرضي لك هكبات إنه يا جمهور لكن ليكو حق. لأن انت عارف إنه مع مطلع يناير لازم هتجيب إنسان جديد اللي هو المهاجم السفاح ده ومعه ربما جناح يعني. وبالتالي الناس تصورت وهذا حقا إنه يوم خمسة ستة عشرين ديسمبر هيكون في حد بيركب التهارة وجه. لما جي عقوبه. وهصل إن الألي حرص على مستقبل أقوى لأنه قال إنه قد قد تؤثر العمليتين علشان برضو الألي ما بقاش بقول إن الراجل يعني ضايع لكن قد تؤثر في المستقبل خاصة إنه صغير يعني ما هواش في نهاية أخر ثلاث سنين. رجع الألي في الصفقة انتظر الناس بلمبي أن يأتي فورا. إيه بقى الجزء الفني الألي ما بيقولوش. مع ليش يا سوز عصان بعد إذنك. وبرضو أتمنى أن حالك تشاركنا يا سوز محمد في هذا الأمر. هو في حاجة اسم أنه أنا تفاوض مع مع لاعب أجنبي. أنا بقول له حضرتك بيفكروا في ايه. ايوة لا أنا بتكلم. لا أنا عايز أفهم. انت عايز تروح للاحتراف بقى والإدارة. طب بقى الإدارة صح. أنا بقولك الجمهور. لا لا. لما بيجي نقول له كده. كيفية التفاوض. أنا دلوقتي لما بيجي تفاوض على لاعب. هل التفاوض ده بياخد يوم اتنين تلاتة شهر. اسبوع اتنين. وجهة نظر المواطن. اه. انت قلت له بلان ايه في ايه بقى فيروحوا من دينا بالبنيات اسأل القوزي. يقول لك يا عم بقى انت بتعود تقول لنا كده وخلاص. لو خلاص ازاي. حضرتك دورك ودور سبيس محمد. ودورنا كلنا. نحنا ننقل الحقيقة. الحقيقة. والله مش مش وجهة نظر إدارة. الحقيقة. هي مش وجهة نظر إدارة. دلوقتي تطلع الإدارة برقصة. ولكن الحقيقة بتقول ايه ان انا عايز اجيب. وحتى الرجل قال هذا الكلام دلوقتي يا سبيس محمد. النهاردة. طبعا. في المؤتمر الصحفي. قال ايه. قال لك احنا انا اثق في الادارة اللي احنا اتفقنا على كل حاجة. ويتبقى مراحل التفاوض. وهو قال كده. قال لك مراحل التفاوض هي مراحل صعبة. هو قال كلام مهم جدا الحقيقة. قال ان انتفاوض بمر مراحل كبيرة جدا. تفاوض مع اللعب. تفاوض مع النادي. وما بتشوف قدرتك المالية. وما بتشوف ميزانيتك. ففيه حاجات كتير جدا. ممكن واحدة من دولة لا تتفق مع قدرتك مع امكانياتك. فيبوز التفاوض. فتبدأ تروح مرحلة تانية وتروح للعب تانية وتروح التجاه تاني. لكن هو اكد على ان قبل نهاية الشهر. ان شاء الله. الاهل يكون عنده اللعب المنشود. اللعب اللي هو عايزه. المواجن. كلنا نعلم ان مسألة التفاوض مسألة شقة. يعني الاهل راح ليعقوبه وجابه بعد مفاوضات طويلة جدا. وصعبة جدا. في نهاية حصل الظروف. بوزت كل ده. فالطريقة تبدأ نقطة من او للسطر. فكل فترة ان احنا بنوصل لمرحلة خلاص. احنا قبقى وصينا وقادنا من هنا الصفقة. لكن ممكن الامور ما تتمش. عشان كنت يعلن مش عايز يعلن. وزي ما بنقول. ولن يتم الاعلان الا اذا انتهت. الا اذا انتهت كل حتى لو شفتوا هنا في القائرة. مش هي تبقى تمت برضه. لغاية ما ييجي ويعمل الكشف الطبي. ويتم الاعلان رسميا من خلال قناة النادي او الموقع. ده سياسة اللي شغال بها النادي اهلي. فعلنا ان نتحلها بالصف. انتظارا للصفقة المقبلة. لكن المؤكد تبقى لتأكدات الادارة. ولمعلوماتنا. ولما قاله ميستر كولر في المؤتمر الصحف النهاردة. ان هناك لاعبا اجنبيا مهاجما سيكون على قدر النادي اهلي. والاهم من كل ده. انه افضل من كل اللعيب اللي موجودة عنده. قال انه شجيب لاعب على اقل مثلا لا اقل ولا يتساوم على اللعيب. بالزبط جدا. لو ما جبتش لاعب خدراته تفوق اللعابة اللي عندي. وده المهم في انك تجيب لعب اجنبي. ان اللعب الاجنبي اللي يجي بقى اضافة كبيرة جدا لك في الفريق. ولكن ده امتى حيتم عندما يتم الاعلان. يعني مثلا. لو الناس قالت في كل حتة. ان النادي الاعلي جاب عصام شلتوت ومحمد القوسي. طلعه محمد القوسي وعصام شلتوت لم يتم الاعلان من خلال القناة النادي او الصفحة الرسمية للنادي. اللي هو بيرسلها المجلس. الله يناور عليك. اذا. معنا العقوبة عارفنا من الاعلام اللي برا وكان هنا وسألناك قلت انا ولا عارف ايه حاجة. ولا عارف حاجة. دي حقيقة. اه لا يعني اعرف لكن. لا اتكلمت كثيغة رسمية لازم يبعتولنا خلص الكلام. الله يناور عليك. اول ما يبقى خلص خلص ده معناها ايه? انه انه تم الاتفاق على كل الامور المادية سواء للنادي او لللاعب او وكيل اللاعب. ايضا يكون تم الاتفاق على او تم نجاح الكشف الطبي لللاعب. وبالتالي ساعتها فقط. ساعتها فقط بيتم الاعلان عن الله. هو اوان الاعلان. خلاص. اوان الاعلان. اه. من الممكن جدا ان يؤخر النادي الاهلي الاعلان لسبب بسبب مباراة عنده مباراة. موارد جدا. موارد جدا. لكن خلينا ننتظر اذا كان ده سيحدث خلال الفترة القادمة فسيكون عن طريق الاعلان رسميا. عن اه. ايا الناس بدأت تشعر بالطمأنينة لانها رجعت تاني لي اه يعني زكاءها الاهلاوي. الا وهو ان مش هينفع يبقى كل اللي عندك طالع يوم بيوم. وانت عارف كويس قوي ان المنافسين ما بقوش في الملعب بس. ان المنافسين بيقطاع عليك خطوط ممكن حد يروح اتكلم على الاسلام الشاطر بجنيه. صحيح. واحد تاني يروح اقول بعاشر تلاف جنيه زي الافلام الكوميدي بتاع المازادات. ويخرج. ونص. ويخرج من المازاد. ويخرج من المازاد في الاخر. صحيح. اعتقد الناس بدأت تهدى. الناس بيسدها مجلس الادارة وكبت خطيم. كمان كولر قال انه ده طلبي. والادارة دايما في النادي الاهلي. ما توفي الرجل حقه اللي هو المدير الفني. دي سبغة محترفة جدا. لا تجدها في مصر الا في النادي الاهلي. انا احب اقول حاجة على مستر كولر الحياة. فضل. انا امكان اداءه في المؤتمر الصحفي. تشعر ان مستر كولر بدأ يرتدي جلباب الاهلي. في طريقة الكلام. انه بيمس النادي الاهلي. فطريقته في الكلام ورده على الاسئلة. فيه هدوء وفيه ثقة. واشياء تنطبق عليها قيم مبادئ النادي الاهلي. تتصق مع المنهج والسياسة اللي ماشي عليها النادي الاهلي. بيتكلم عن فرقيته بالشياكة وباحترام. بيتكلم عن لعبته بايجابية. بيتكلم على انه مفيش حد حجز مكان في النادي الاهلي. عجبنا اولا بيتكلم على العالم معلول. وقيمة العالم معلول موجودة في الفريق. فيقولك ده ترسي بتحط عليه كمية من الزيت. على طول بيتحرك وينتج لك كل اللي انت الونتج اللي انت عايزه. الحقيقة يعني حتى مستر كولر بدأ يستوعب الفكر الاهلاوي نفسه وطريقة الحديث عن لعابة الاهلي. وعن قيمة الاهلي. وعن اهداف النادي الاهلي. فكانت حاجة مميزة جدا الحقيقة منه النهاردة في المؤتمر الصحفي يعني. اخيرا قبل بس ما انهي هذه الحلقة. كابتن فاتحي نصير قال لي كلمة حلوة جدا. قال لي ان الحكام يحتاجوا لتطوير بقيمة الصرف على الدوري المصري لكل الفرق. طبعا. دي كلمة حلوة جدا. طبعا. يعني الاهلي بيشوف بيصرف الدقيعة عشان ياخد دوري ويلعب في افريقيا ويلعب في كاس العالم ويمثل مصر وكذا وكذا. ازا مالك نفس الكلام. الاسماعيلي المصري كل الفرق بتصرف. ولكن كيف يمكن تطوير التحكيم يا استاذ عصام علشان يصل ان احنا ما نبقاش قاعدين كل يوم بنتكلم عن التحكيم فقط. كابتن فاتح قال لك الصيغة العالمية اللي هو عايشها بقاله تلاتين سنة على الاقل مع الكاف تحديدا يعني غير بقية شغله في مصر يعني. وانا شفت ده بعناي وهذا التقدير للمصريين سواء هو سواء رئيس مصطفى مرات فامي. طبعا. الرجل اللي موجود في مصر ما بيسألهش يا جماعة. مستحيل يعني. المهم انه ده القيمة التي تحدد حجم دوريك ونجوميته واسعاره. ليه? لانه في الاخر دون تحكيم رائع هتخسر في الملاعب وانت تلعب في الخارج مواقف من الفاول وضربة الجزاء او التطراقى لان انت عندك بيصرفو لك حاجة غير اللي بيصرفها المنظومة القرية او الدولية. صحيح. عشان كده لا تطوير للكرة ولا مكانة لكرة بدون تحكيم رائع. عايز تعدله لابد من خبير اجنبي وان نعترف ان الحالة المصرية في حاجة لعلاج. بكون سلاط في اجنبي وفي مصرين يتولوا بعدو. يتولوا بعدو. وهذا ليس عيبا. كل العالم بيعمل كده. كل العالم بيعمل كده. مش احنا بس. والعالم في مستويات حتى الخمس دوريات الكبرى. يعني اتلاقي مثلا كلينة. لكن ما تلاقيش في الجلترة. ناس كتير بيروحوا يطوروا. فبلاد مشهورة بدأ واخرى لا. وبالتالي انت لازم تتبع المنظومة دي. علشان تكون لك حصة في كرة قدم تستحقها المحروسة العظيمة دي. موضوع سهل يعني. طيب. اه حتى بتقول عايزين حكم على مستوى الصرف اللي بيحصل في الدولة. يعني احنا بنصرف. لا انا عايز تطوير حكم. اه تطوير. اه تطوير تحكيم. اه 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 انا عايز اعمل ده. انا نفسي يا استوز محمد. ان احنا كاهلوية وزملكوية وفرق اخرى. لما نيجي تفرق امورات اهلي وزمالك. خلاص. ما نعودش وسط الحكم عمل. ايبا. لانه حقيقة بالمناسبة. الحكام بيكون لها اخطاء مؤثرة وكبيرة جدا. عادي جدا. قالي فقط سبعتاشر نقطة الموسم اللي فات او اللي قابله. بسبب التحكيم. لا انا وبقولش على دول الاخطاء اللي بتحصل في كل العالم اللي هي المنطقية. هاتى لو افقدتك بطولة ماشية عمو. موجودة. تمام. فانا عisi فانا اعمل ده vl cupam islam. لابد ان اصرف على الحكام. بالقدر اللي انا باصرف عليه. على على الدور. مش معقول لها حكام بملايين. بملالين. بحكموا دوريات بملايين. انا كنادي هعمل ايه? انا. لي. انا بكلم على المنظومة. انا مش متكلم عن كيندي.제� latitude. انا بكلم على عدوياته أخصائيين وكتعيين كل حاجات دي يتم تكيز الحكم يكون عندي حكم ياخد بدل من التحكيم يكفي النوع إيش حياة كريمة ما يطارش إن يشتغل شغلانة تانية يكون عندي الحكم المحترف المميز اللي متفرغ طول الوقت اللي بيتدرب كل يوم مش حكم بيتدرب ليلة المباراة ويوم المباراة وقبل وراء بوقت قليل جدا يكون مطلع على أحدث الأسليب التحكمية والقوانين والحاجات ويطلع برا ويتمرن وييجي ده كله عشان تعمل تربطه المنظمة العالمية إن الماتشات مش عالكيف مش بعد ما يهمل كل ده إسلام هو اللي ياخد الماتش لازم معايير سبتة فأنا وبربي حكم يعني بيطبق عدالة مع صوبة العينين عدالة لا تعرف أبيض ولا أحمر ولا زرق ولا أصفر أنا عايز عدالة بس موجودة في أرض الملعب زي ما زي في الدوريات الكبرى الدورات الخامسة الكبرى اللي عام بتزي الملعب الحكم مش في دماغها مستحيل يكون الحكم في دماغها أو إحنا عادين نتفرج الحكم مش في دماغنا يعني إحنا كل يوم إحنا كم مرة قعدنا وقلنا مثلاً الحكم في عصام شالتوت حكم بكرة خلاص حيحكم الأهلي وأي فرقة أخرى إرتاحنا لا قلنا السيناريو حيبقى مش إزاي كم مرة ومشي بالزبط كم مرة قلناها كتير جداً كتير جداً إحنا حافظين ما هيحصل إذا حلنا كل مشاكل التحكيم دي وأنهنا كل المشاكل دي وجهزنا الحكم وحصل على مقابل مد مميز واخترنا نوعيات من التحكيم لها شخصية مميزة جداً وتختار بعناية لأن ده مهم جداً الماظر زي الطالب لدخل كلية الشرط يبقى فيه لجنة تختار الحكم وعنده هيئة وعنده قناعة وعنده قدرات وعنده مستوى بدني يا كابتل أنا بشوف حكام بتحكيم في الدورة الممتاز يعني في جسمنا كده يعني مش معقولة يا جماعة يعني يعني مفروض الحكم ده يبقى زيه زي اللعب زي اللعب ها وجسمه يتوزنه بتاع ما ينفعش إن أنا شوف حكم يعني أنا أسف جداً حكم ليه كده لا وكانوا يطلع يقول لك ايه معلش يصول فترة دي زيت شوية نعم طب ايه ده كلام ده يا كابتل الحاجات دي ما ينفعش ماذا دي بقى في الدورة في الدورة الممتاز على الإطلاق يعني زيح فكل حاجات دي تنزبت ما ينفعش النهاردة زي الماتش بتاع النهاردة ماتش الأهلي واسموحة في بداية المباراة بعد ديتي من المباراة المباراة تتوقف عشان الحكم السماعة بايت بايزة يعني هل ده ينفع ده تمام الفوض حدك موجود قبل الماتش بساعتين ولا بساعة ونص ويتجرب وشوفت ووجربت وعملت تست على كل الأدوات بتاعتك والناس الملعب جاهز مش الاخلع سماعة وحط سماعة فالكلام ده يعني تجيب له أعلى سماعات في العالم أصلح الفوض ده وأطور اللي موجود فيه ودرب الناس بشكل قوي جداً عليه وميت كنات مبرجي قال لك أنا عايزة أقلل الوقت في الاتصال بين الحكم الساحة وبين فار كل حاجات دي إذا رجحت في إصلاحها أعتقد أنك ممكن تشوف حكم تقعد قدام التلفزيون كده وانت مرتاح البال ومش عايز تعرف اسم وإيه أنا مهمنيشة من الحكم إيه طب وإحنا بنوعنا تفرج على الدور الإنجليز وإحنا عارفين الحكم من اللي في المحب ولا فريق معنا ولا حاسين بالحكم أساساً ولا هو موجود وحكاية وكمان بجانب ده يبقى عندك قوانين صارمة وقوانين عظيمة تطبق على الكبير قبل الصغير اللعب اللي يعمل من كده لحكم لا لا سيبك من كده كمان لعيس الاتحاد الفرنسي بعد ما تمت إقالته في ظهر فاربع تيام أو طلب أنه هو ما كتابه التنفيذي هو اللي شاله أيوة خلاص تشال الرجل فاربع تيام بعد تجاوزه في حق الأسطورة زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية فرنسا كلها قامت لغاية لما وزيرت الرياضة هراك قالت له أن أنت ما ينفعش تكمل لا ناك بالك نهارده قال له هذا هو فرنسا على زين الدين زيدان وهو طلب الإكيب وهو ما أدراج ما الإكيب يعني علشان يقول تصريحاتي كانت حبقا قالوله ألاوي يا حبيبي شكرا النهارده النهارده بيتم فتح ملف آخر تحرش جنسي لهذا الرجل صدر أهلا ده بالمناسبة يعني وإحنا بنتكلم ده حاجة كده هو المجتمع الفرنسي والأجهزة بدوا يعرفوا أن الذي يعتدي على أسطورة أكيد عنده بلاوة أخرى بالزرط ده سهل سهلا الأجهزة تحركت يعني نعصد أقول لحضرتك أنه في الآخر مثل هذه الأمور يجب أن يتم حلها لأن الرياضة تعني الأخلاق الرياضة تعني دوري بدون منشطات وجهة نظري الرياضة تعني كل حاجة حلوة بأسطورة ليس بالكامل مش هاقول كابتن محمود الخطيب عشاني أنا في قناة الأهلي ولكن انا هتكلم عن واحد نجم كبير زي كابتن حسن شحات لما اجيكلم على كابتن حسن شحات أخيراً بس قبل ما أقفل هو معلش شعني محترامي هل حد من جمهور الأهلي ما بيحبش محمد عبد الشافي مستحيل طبعاً في نجم نادي الزمالك مش بهذر والله محمد عبد الشافي ده إنسان محترم شخصية محترم على الرغم من أنه هو أكتر واحد منافس وبيعمل أفرات عشرة وعشرة وبيخش دخل فيك جوان وكذا وكذا ولكن جمهور الناد الأهلي بيحترمه لأنه لم يكن أبداً أبداً إلا منافس شريف أدب احترام أخلاق عمرك ما تسمع عنه كلمة عمرك ما تسمع أنه بيقول على أي أمور ولا منه ولا عنه ولا منه ولا عنه صحيح وبالتالي مثل هذه الناس هي اللي عايزين ناخدها قدوة لنا للشباب اللي طالع نحن نخلي الحياة ما بين الأندية كلها حياة محترمة وتليق باسم نديين كباري المناخشة اللطيفة دي بتحصل على طول لكن في النهاية نحن نشوف الراجل تجاوز قال كلمتين كده في ودامك تلفزيوني الدنيا تقلب عندما تهدم الأسطيع والقدوات عايزة تدمر مجتمع اهدم القدوة اللي فيه ما تخليش خدوة شوه القدوة شوه الرسطورة شوه الرمز اللي موجود فيه فبالتالي مش هيبه عندك حد انت تعمله نموجك كده ومسل في حياتك فانت محمدش الاسطورة ففرنسا مش بتدفع عن زين الدين زيدان فرنسا بتدفع عن نفسها عن قيامها عن أخلاقاتها عن الحاجات اللي هي بتؤمن بيها صحيح الرموز دي محدش يطول دي أهرامات ده بورج إيفل محدش يقرب عنده صحيح المفروض يبقى عندنا كده لأن ده دي لغة مسؤولين كراتم بيرجي في الاجتماع مع الاتحاد والربطة الراجل قال لأنا ما عرفش أنا عاد مع الربطة لي واللي عايز يقول لي لكن في الآخر لما هوجب من الربط قال لهم أنا اتفاقي مع الناس دي والناس دي عارفوا أن أنا بروح ليونان أنا لا أتحرك إلا قانونا ومن ثم التطور التحكم اللي بتسأليني عنه ده مالوش ده أنا بسافر ولا لا اللي هو دعا بأدوات تفتكرتين أنت لابد من أحتس نسخة فار لابد من مؤدين زي ما قال للقوزي للتحكم وأطباء وهو وهو وهتوافر ده وأنا هاخد كلام السيد جمال علام أنه طالما يبقى فيه صبورت في السكة دي أنا مواصف أكد أنه هو ياخد بعضه ويمشي بالمناسبة بس مش هيمشي ساكت الراجل ده على فكرة وده اللي خلى الناس تقول له على الرحب والساعة سنطبق معك لأنه كان واضح من الأول عندي شغل هنا وهنا وهنا عايزين تنجحوا عايز واحد اتنين ثلاثة حتى لو مش معلن هيجي وقت وهيحتاج الراجل ده إلا إذا كانوا فعلا فينا وقال صدقاء قوص أننا الحمد لله اتبسطنا وفرحنا بفوز النادي الأهلي النهاردة ووصوله للمباراة النهائية ولكن تدقى من بكرة سيكون تركيزنا فقط على مباراة نادي الزمالك مباراة نادي الزمالك في الدول ومن بعدها إن شاء الله مباراة البنك الأهلي قبل السفر لكأس العالم قبل السفر إلى كأس العالم للأندية كل التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ودائما يظل جمهور النادي الأهلي اللي هو الحمة والسند وكل شيء جيد وكل شيء بيديك طاقة أو بيدي اللاعبين طاقة في المباراة القادمة إن شاء الله أنا بشكرك جدا أستاذ عصام شكرا جزيلا أستاذ محمد على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير